Project Management Flight Journey الأربع محاضرات دول إن شاء الله هنبدأ نتكلم فيهم بشكل مبدئي عن إدارة المشروعات هنفهم فيهم مبادئ مهمة جدا لإدارة المشروعات مهمة جدا يعني أهم بعد كده من إما تقرأ كتب عن المانجمنت أو تحضر كورسات عن المانجمنت الأربع محاضرات دول هيدوك شوية مبادئ مهمة جدا للانطلاق بعد كده في علم إدارة المشروعات فعشان كده أنا مسميها Project Management Flight Journey لإن إحنا هنبدأ نتعامل مع العلم ده بطريقة تطبيقية وطريقة كمان فيها جدية زي ما رحلة الطيران بتبدأ والطيارة تبدأ تستعد للإقلاع وتبدأ تطير في الجو وبعدين تبدأ تستعد للهبوء ففي جدية وفي ناس مركزة وفي ناس بتقود الطيارة ديت عشان أي غلطة ممكن تهدي بحياة ناس كتير فنفس الكلام وإحنا شغالين في إدارة المشروعات اللي بيقود الدفة بتاعة المشروع لازم يكون عنده نفس الجدية ديت ونفس القوة ديت عشان يبدأ يطلع مشروع ناجح فهنبدأ بقى النهاردة مع بعض نتكلم على النقطة المهمة ومحضرة النهاردة هتبدأ تتكلم على شوية من المبادئ طبعا زي ما حضرتكم عارفين الكورس برعاية فيما رابيا وبرعاية برو جاكس أنا المدير الإقليمي لبرو جاكس في اليو كي منطقة اليو كي وبرو جاكس بتقدم خدمات برو جاكس وبرو جاكس وبرو جاكس وبنعمل بلانين كوست كنترول للشركات وبنعمل كليمز كليم مانجمين لو في شركة عايزة تعمل كليم عندها تسبيوت وعندها نزاعات بنقدر نعمل نساعدها في عمل الكليم مانجمين وعندنا كمان إدارة للكوانتم أند فرنسينج بلاي أناليسيز مختصة في التأخيرات وإزاي نعالج التأخيرات في المشاريع وطبعا بنقدم البرو جاكس منجمين تريني إن شاء الله زي ما اتفقنا إن في الكورس ده هيبقى أربعة أيام فيهم هنغطي في أول يوم اللي هو النهاردة مقدمة مهمة جدا فيها شوية إجابات على شوية أسئلة ممكن غالبا مش هتلاقيها في الكتب بشكل مباشر لأن هي حاجات تطبيقية وحاجات إزاي بنصقر العلم ده بقى في الشغل وإزاي بنستخدم العلم ده كمنهجية في الشغل بتاعي فدي هتبقى محاضرة النهاردة هنتكلم فيها يعني إيه منهجية ويعني إيه قيمة المنهجية ويعني إيه احترافية يعني إما أقول أنا راجل project management أو project manager professional يعني إيه راجل professional إيه معناها يعني هل هي لقب كده وخلاص ولا ليها معنى وليها وصول واليوم الثاني هنبدأ نتكلم على إزاي بنعمل تخطيط طبعا بعد ما الطيارة بتقلع ودي مرحلة هنتكلم على اسمها مرحلة الانشيشن بنبدأ نخطط للرحلة بتاعتنا فدي اسمها planning your project إزاي هنخطط وإيه آلية التخطيط وبعد كده في اليوم التالت بقى نتكلم على مرحلة التنفيذ ومرحلة ال construction ودي طبعا المرحلة اللي هنبدأ نطلع فيها ال product بتاعنا ال project بتاعنا للعلن وبعد كده بنبدأ أثناء التنفيذ وأثناء ال construction بنبدأ نعمل control نبدأ نتحكم في كل حاجة بتحصل حوالينا ودي خطوة أو مرحلة من مراحل مهمة جدا لقيادة المشروع بشكل قوي من الإدارة اللي مسكه المشروع وبعد كده نعمل closure أو نقفل المشروع بتاعنا فدي هي الأربع أيام اللي هنتكلم فيهم عن الرحلة بتاعة إدارة المشاريع من البداية للنهاية بشكل طبعا في حاجات طبعا هنخش فيها في التفصيل وفي حاجات نقدر نخش فيها بالتفصيل عشان دي الوقت بتاع الكورس لكن إن شاء الله نحاول أغطي لكم معظم الحاجات المهمة عن الموضوع طيب تعالوا نبدأ بقى مع بعض وهنبدأ بشوية تعريفات وشوية حاجات نتكلم فيها عن مبادئ هتفيدنا جدا في الانطلاق في أي علم مش بس حتى علم البروجيكت فأول حاجة هبدأ بيها حاجة بيسموها الليرنينج ستيجيس الليرنينج ستيجيس هو احنا بنتعلم ازاي دي سؤال ممكن يكون سؤال بديه بس العلماء بقى الخبراء بتوع المجالات دي اتحطوا اربع مراحل مهمة جدا لازم نفهمها كلنا بنمر بيها كلنا واحنا بيتعلم اي شيء في الحياة اول مرحلة في الحقيقة عملوها سموها الانكنشيس انكمبتنسي الانكنشيس انكمبتنسي اللي عبارة عن ايه انت بتجي تعمل حاجة ممكن تكون الحاجة دي اتعرفها طب افرد انت بتعمل بتعمل خلينا اخد مثال مثلا لو انا مثلا عايز اسافر مثلا من بلد لبلد ومش عارف مثلا ان فيه اختراع اسمه الطيارة او مش فيش اختراع اسمه العربية فانت في حالة ان كنسيشيس يعني لا وعي لا وعي لفكرة ان فيه عربية بتنقل الناس بسرعة من مكان لمكان تمام وبالتالي وبالتالي انت عمش عارف ان فيه عربية اكيد مش بتعرف تصوها لان انت مش عارف فيه عربية تب ايه حالة ايه حالة انت معندكش القدرة او المهارة ان انت تعمل الحاجة لان انت مش عارفها فدي طبعا اسوأ فترة في اي جزئية في اي علم ان انت مش عارف ان العلم ده موجود وبالتالي ما بتعرفش تستخدمه دي حالة واحد يقوللك هل هناك أحد لا يعرف أن هناك عربية؟ لا، أريد مثال لكي نفهم الموضوع ولكن تعالى أديك مثال عملي بمناسبة بيم أرابيا مثلا، هناك أشخاص لغاية دلوقتي لا تعرف شيئا عن بيم في مجال الهندسة لأنه مجال ظهر ليس من زمان قوي فهي أجيال لم أمرتش بأن درسته في الجامعة أو احتكد به في مجال الشغل وبالتالي هي عندها حالة عن موضوع البيم ما عندهاش فكرة إيه هو البيم طب حلوة طب بتفتكر الشخص اللي مش عارف أنه في حاجة اسمها بيم هيبقى عارف يشتغل على البيم أو يشتغل على الصوفتويرز اللي بتصبورت فكرة البيم؟ أكيد لا، فده في حالة عن موضوع البيم طيب، يجي بعدها بقى واحد يقول له يا عم ده ده في حاجة اسمها عربية، ده في حاجة اسمها بيم فيبدأ يعرف، في يخش في المرحلة رقم 2، المربع رقم 2 اللي هي حالة الكنسيشيس انكمبيتنسي إنه هو عارف أن في حاجة اسمها بيم، تبدأ أو فكرة البيم هتخدمه في مشاريعه، هتبدأ توفر له حاجات مكادش متوفرة بفكرة بالصوفتويرز الحالية زي الوتوكاد، فيبدأ يبقوش في حالة الكنسيشيس، بس ما زال ما زال ما بيعرفش يشتغل على البيم، وبالتالي هو في حالة كونسيشيس انكمبيتنسي، كونسيشيس انكمبيتنسي، بس أحسن من الراجل اللي لسه قاعد في المربع رقم 1، مش عارف إن في حاجة اسمها بيم، طيب، الراجل بقى لما وصل للمربع رقم 2، بقى عنده فرصة جيدة جدا للدخول في مربع رقم 3، مربع رقم 1 ما عندهش فرصة جيدة ولا غير جيدة لأي حاجة في الدنيا، ده واحد قاعد في البلاك بوكس، مش داريان باللي حواليه، مش داريان بالدونية، لكن اللي في المربع رقم 2، اللي هو في الكنسيشيس انكمبيتنسي، ده عنده فرصة جيدة إن هو يخش في المربع رقم 3، اللي هو الكنسيشيس كومبيتنسي، اللي هو بقى إيه؟ بقى عنده وعي، وكمان بدأ يتعلم الحاجة اللي هي ممكن يستفيد بيها وممكن تطور مشاريعه أو تطور البزنس بتاعه أو تطور حياته وهكذا، فبدأ الراجل بقى يتعلم سوائة العربية بعد ما عرف إن العربية دي فيها ميزات كترة جدا وممكن تنقله بسرعة وممكن، فبدأ يتعلم سوائة العربية فبقى في حالة كونسيشيس كومبيتنسي جميلة جدا، الله، طب ما لإيه بقى؟ المرحلة رقم 4، المرحلة رقم 4 دي غريبة قوي، دي بقى تقول لك إيه دا أنت قوي، رجعت تاني لحالة الان كونسيشيس، إيه دا؟ إزاي دا أنا كنت في السندوق اللي سود دا زمان قوي دلوقتي أنا إزاي وصلت دا إيه؟ مرحلة كونسيشيس، لا إيه أنا بقى الان كونسيشيس، اللا واعي، بقى اللا واعي المرتبط بالكومبيتنسي، إيه دا الكلام الغريب دا؟ عارف لما واحد يقول لك أنا بسوق العربية، وأنا مغمض، هو دا بالزبط، بالزبط الراجل اللي في المربع رقم 4، هو دا الراجل اللي يعمل، أو اللي عنده الان كونسيشيس كومبيتنسي، اللي هو بسوق العربية، من غير ما يغمض، هو مغمض يعني في حالة ان كونسيشيس، لا واعي، بس المهارة ديت موجودة، وبقى يقدر يعملها وينفذ السكيلز والمهارات ديت من غير ما يكون تعبان، أو مرهق، وبالتالي دا معنى ايه؟ معنى ان انت في حالة الكونشيس كومبيتنسي دي مش كفاية، انت لازم تبدأ تطور نفسك بحيث تعمل حاجة بكل سلاسة، يعني هديك امثلة مثلا لما بدي، الحقيقة دي بتبان جدا جدا مع الوقت، لما بتبدأ تلاقي بقى عندك مثلا تيم، والتيم دا بيبدأوا يشتغلوا معاك، والتيم دا تبدأ تشوف مثلا واحد منهم بتديله تاسك مثلا بالإكسيل، فهو شغال بالإكسيل اللي على قده، فبيبقى بتحس ان هو بيعرق وهو بيعمل فايل إكسيل، بيخد منه وقت طويل قوي، في حين ان انت ممكن، لو واحد في الحالة الأنكونشيس تقول لي ايه يا عمي دا؟ دا الإكسيل دا تلات دقايق تعمل الكلام دا، تمام؟ طيب، احيانا بقى احيانا ان انت عشان كمان تطور نفسك، لازم ترجع تاني للمربع رقم 2، يعني ايه؟ يعني مثلا الإكسيل نزل منه version جديد، حاول تعرف، حاول تبقى عندك consensus about the new features بتاعته، حاول تشوف يا جماعة طب ايه الـ new features اللي تضافت بالإكسيل، ليه؟ عشان تنطلق وتتعلمها، تبقى في مربع رقم 3، وبعدين تبدأ تشتغل بها لغاية ما تحترفها وتعملها، وانت مغمض وتوصل مربع رقم 4، حطوا المربع قدامك يا جماعة دايما في مجال عملك، وحاول دايما دايما تبقى في المربع رقم 2، في أي حاجة بتحص على أقل يعني، على أقل طبعا في مجالك، لازم تكون في المربع رقم 2، في مجالك، يعني في شغلك، شوف انت بتشتغل في أي نوع من أنواع الـ business، في أي نوع من أنواع المهارات، لازم تكون في المربع رقم 2، اوعي يكون حاجة في مجالك، وانت لسه في المربع رقم 1، مش عارف عنها أي حاجة، لأ ده خطر جدا، وده ممكن يهدد المستقبل الوظيفي بتاعك، اللي هو الكارير بتاعك، ان انت تبقى قاعد في المربع رقم 1 كتير جدا، عشان كده دايما الناس تقولك إيه، روح احضر مؤتمرات، روح احضر training، اعمل refreshment، ابدأ اطلاع على المجلات العلمية اللي بتنزل، عشان دايما ما تبقاش في المربع رقم 1، مربع رقم 1، مربع سيء جدا، ومربع خطر جدا لأي واحد، فاخدنا شوية وقت حلوين في موضوع learning stages ده، لأن انا بصراحة بحب أرسل مبادئ، أكتر ما انا أبدأ أقولك شوية كلام، ممكن تعرفه في أي مكان، ممكن تعرفه في أي حال، أنا أبدأ أركز في حاجات، إن شاء الله تكون انت، يعني ما سمعتهاش كتير قبل كده، طيب تعالوا بقى نخش في الجزء الثاني اللي برضو، غالبا كتير أول من الناس ما بيقوش سمعوه، ومهم جدا جدا جدا، أهم من كل اللي احنا ممكن نقوله بعد كده، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو، يعني إيه أنا أقولاً رجل professional، أو صيبك إن أنا أقول أنا professional، طيب أنا قلت إن أنا professional، أو أنا فعلاً professional، يعني فاد في إيه؟ ما كلنا مش عارف مانسين، كلنا وتبر بقى الوظائف بتاعتنا، فلا، لازم يا جماعة نعرف، نعرف إن الاحتراف يوضع في الميزان، الاحتراف يوضع في الميزان، يعني إيه الميزان؟ الميزان، إن أنت ممكن تقول إيه ده، ده أنا زميلي اللي متخرج معايا دفع، مش عارف، 2012، أو 2010، أو كيفر، أو زي كده، 97، ده مش عارف بقى فين، وده يا حظه، يا مش عارف إيه، ويا، يبدأ دايماً بتقارن أبل ببانانا، فمش عارف إنه لا الناس بتوضع على الميزان بمعايير كتيرة جدا، غير سنة التخرج، غير الجنسية، طبعاً فيه حاجات برضو من الحاجات دي بتوضع في الميزان، لكن موراً عند أبقى فيه حاجات انت لتقار تبنيها، يعني واحد دفعة 97 زي كده، مش هينفع غيرها وخليها دفعة 90، أو خلاص سنة دفعة 97، فيه حاجات ما بتتغيرش، مثلاً أنا مثلاً مصري، فمش هينفع أغير إلا لو عرفت بقى تخوي جنسية تانية، ففيه حاجات قلقة شعب تغيرها، لكن فيه حاجات تغيرها، يعني انت لو حد متخرج معك من نفس الدفعة، ممكن في الآخر تقدر تغير حاجات كتير، اللي أنا هتكلم عنه النهاردة، وهي دي يا جماعة بقى اللي بتبني حاجة اسمها الفاليو، القيمة، اللي هتبدأ تخطك على الميزان. طيب، دلوقتي، دلوقتي، تعالوا بقى نشوف عندنا ايه هي الحاجات اللي هتبدأ تزود قيمتك على الميزان، ازاي الحاجات، او ايه الحاجات اللي ممكن تخلي مثلاً مرتبك، يبقى أربع أضعاف، ايه كلام ده أنا بقول لك كلام عن خبرات يا جماعة، يعني أنا بقى لي أكتر من عشرين سنة شغال، وشفت الناس، وشفت اللي قولتوا أكيد برضو، شفت في منك كتير شيء في كلام ده، تلاقي فعلاً اثنين، خرجين نفس السنة، وخرجين نفس الدفعة، وخرجين نفس الجامعة، ونفس الجنسية، ونفس ونفس ونفس، تلاقي فعلاً ده يعني عندي أمثلة حقيقية، حقيقية، أرقام حقيقية، تلاقي واحد أربع أو خمس أضعاف، وأحياناً بتوصل لعشر أضعاف، يعني أنت لما تقارن مثلاً واحد بيشتغل في مصر مثلاً، بروجيكت مانيجر، ومن دفعة معينة، واحد شغال برضو في مصر، ما أنت مش هتقارن لك مثلاً واحد في مصر واحد في الخليج، ما أكيد هيبقى في كبيرة، لكن لو الاثنين موجودين في مصر نفس الدفعة، نعرف ناس مرتبتها أضعاف الثانية، في الخليج نفس الكلام، ممكن تلاقيوا اثنين في الخليج نفس الدفعة، ونفس تلاقي واحد مرتبه أربع أو خمس أضعاف، أنت طبعاً العادي، أو معظم الناس، يعني هو حظه، وهو رزقه، طبعاً أرزاق بيد الله، ونحن لا أحد يعترض عليها، لكن هناك أسباب للأرزاق، الأسباب ديت هي، اللي أنا هكلم عليها النهاردة، اللي هي الفاليو، إزاي أنت تبقى عندك قيمة، القيمة ديت هي اللي تخليك تتحط على المزان بشكل مختلف جداً، وده أنا شفته تاني شفته بعناي، فعلاً الناس اللي عندها الفاليو، فعلاً وضعها كويس، فعلاً بتبقى لها اسم في الماركت، فعلاً فعلاً أودولي الصوت، طيب، أعلى بقى نخدش في الموضوع، إيه يا الفاليوز دي؟ وهشرح لك بطريقة عملية، كلام مش كلام نظري، ولا كلام بتاع كتب، أنا هشرح لك كلام من واقع عملي، ومن واقع أن أنا قدرت شركات، وأن أنا عندي بيزنس، عندي شركة، فمن واقع العملي، أنا هشرح لك الفاليوز دي، طيب، هنبدأ بأول واحدة، اللي هي leadership skills، المهارات القيادية، المهارات القيادية، الرجل اللي بيدير منظومة، أو بيدير شركة، أو بيدير مشروع، أو بحط أي لبل في الإدارة، لازم يكون عنده مهارات قيادية، لأنه هيبدأ يتعامل مع الناس، هيبدأ يتعامل مع تيم، فتخيل هو، لو ما عندهوش مهارات قيادية، فالبرويجت مانجر، يجب أن يتعامل وموتيفات وإنسبار تيم ممبرز، لتحصل على عمليات المهمة. طيب، أنا دلوقتي، عندي، اتنين، برويجت مانجر، مثلا، واحد عنده leadership skills، قوية، واحد عندهش، أي leadership skills، فتخيل، إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم، إن الراجل اللي عنده leadership skills ده، هيبدأ يخلي المنظومة تشتغل، كأنها خليت نحلة، هو ده، يعني قوته، وهي دي، الباور بتاعته، إنه يخد الناس، ودورهم، يخلش، الراجل الثاني، الراجل ممكن يكون كويس جدا، وشطر جدا، بس ما عندهش المهارة دا، تلاقي الناس، بتشتغلش كويس، الناس مستهيفينه زي ما بيقول، الناس مش مدينه الاعتبار، الناس، يعني، لأن خلي بالك يا جماع، المهارات القيادية دا، بتنعكس على اللي قدامك بشكل غريب جدا، يعني بممكن انت ممكن بعضوكم يجبون لحظة، وبعضوكم ملحظهاش، فبنلاحظ الكلام دا، وبنعمل عليه زي نوع من أنواع الأبحاث، فبتلاقي ان انت نفسك، انت نفسك، ممكن تتقبل أردر من شخص، نفس الأردر، متتقبلوش من شخص تاني، ممكن يجيلك مدير، يقول لك حاجة، تبقى مداء جدا، مش عايز تعملها، ومدير تاني يقول لك نفس الحاجة، نفس الحاجة، وتعملها، وانت زي الفل، وخلي بالك، مش هقول لك بعض ده، بتحبه، لا، دي برضو جزء تاني مهم، لكنها بتكلم بس على هو نفسه، حتى لو الاثنين مديرين دول، أول مرة تشتغل معاهم في الشركة، تخيل، يعني انت ده مدير أول يوم تشتغل معاه، هيديك أوردر، مش تحبه، مش تحب تعمل أوردر، مش تبقى عايز تعمله، ممكن تتخنق معاه، تقول له مش عامله، ممكن تخيل، ونفس، وده علم، طبع علم كبير جدا، ممكن إن شاء الله، نبقى نرتب كورسات، نتكلم فيها عن المواضيع دي، بالتفصيل، يعني بس أنا ببدأ أفتح لك المجال، وببدأ، عشان كده أنا بوريتكم المربع يا جماعة، المربع بتاع الليرني، أنا النهار ده أحاول أطلعكم إن شاء الله في حاجات كتيرة، من المربع رقم واحد، اللي هو الـ وندخلكم في مربع الـ فهو ده الأول حاجة، كنت عايز أتكلم عليها، اللي هي leadership skills. طيب، رقم اتنين، الـ مهمة قوي، مهمة جدا، للراجل اللي بيدير منظومة، واللي بيشتغل في منظومة، إنه يبقى عنده مهارات حلول المشاكل، يعني إيه مهارات حلول المشاكل؟ هديك أمثلة مثلا، لاقي مثلا، واحد صديقي مثلا عنده شركة، بيقول لي يا أخنا معين مدير مشروع مطلع عيني، بيقول له إيه اللي حصل، يقول لي كل شوية اتصل بي، يا فلان ده أنا، الجار بتاع المشروع، قاعد يزعق لنا، يقول لك الدوشة والتخبيب، وأعمل إيه، أنا جايبك ليه، أنا جايبك ليه، أنا جايبك ليه، عشان تتعامل مع الجار، وتتعامل مع كل الـ أتكلم عن إيه، شوية، يعني أنا جايبك عشان كده، عايزك تحل المشاكل ديت، مهارات حلول المشاكل، مش كل ما يتزيني في حاجة يروح للإدارة، يروح للشركة، لا أول، انت ما انت جاي ليه، انت جاي عشان، فمهم جدا يا جماعة، دي فاليو كبيرة جدا، هتحطك على الميزان بشكل قوي جدا، في إدارة المشروعات، طيب، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، الـ تخيل انت مدير، وضعيف جدا في الـ وده على فكرة بقى نطرة رقم ثلاثة ديت يا جماعة، ممكن تحللك لغزة، حاجات كتيرة جدا، ممكن تكون شفتها فيه، يا عم أنا بقى لي في الشركة، مش عارف كم سنة، ده أنا كنت متخرج من الكلية بامتياز، ده أنا مش عارف مين، ده أنا مين، والشركة، مش عارف خلت مين الوقت اللي جاي، مش عارف، ده هو ده بقى المدير، ايه ده اللي حصل يا جماعة، المدير ده راجل خلي بالك، راجل مش بيشتغل تكنيكال، المدير ده راجل كل شغله كومينيكيش، بص السورفي بيقول ايه، السورفي بيقولك ان 90% of time during a project goes in communicating with the stakeholders and the team members، يعني البروجيكت مانيجرز بيقضوا اكتر من تسعين في المية من وقته، متخيل يا تسعين في المية من وقتك، رايح في الكومينيكيشن، يعني ايه؟ يعني انت طول الوقت بتعملي كمدير بقى؟ بتكلم الجار، وبتكلم التيم، وبتكلم المدير، وبتكلم الغفير، وبتكلم العمال، وبتبعث اميلات، وبتعمل ميتنج، وبتعمل brainstorming sessions، وبتعمل كل كل كلام ده يا جماعة عبارة عن الكمينيكيشن، بتعمل بريزنتيشن، كل ده عبارة عن الكمينيكيشن، فتخيل، فتخيل معي كده ان انت ضعيف في الكمينيكيشن، ما عندكش شكمينيكيشن سكيلز قوية، طبعا الـ Community Skills جهوها حاجات كتيرة جدا من ضمنها مثلا اللغة لو بتشتغل في environment بتتكلم بلغة معينة هتخيل لو انت هبتعافش تتكلم اللغة دي هتتواصل معهم ازاي هتبعت لهم جواب ازاي هتكلم العملة بتوعك ازاي وهكذا طريقة العرض وهكذا فإذا يا جماعة لازم تهتم جدا جدا من دلوقتي في ان انت تتعلم ازاي تبقى عندك effective communication ومهارات التواصل بتاعتك تكون مهارات قوية نخش في النقطة رقم اربعة النقطة رقم اربعة اسمها الـ Cultural Awareness اللي هي ايه بقى الـ Cultural Awareness ديت لو انت يعني للناس اللي شغالين في مصر ممكن ما يكونش حس بها قوي او ممكن يعني ما يكونش تعرض لها قوي الناس اللي اشتغلوا في شركات عالمية او اشتغل برة مثلا زي الخليج او اوروبا او كده ممكن يفهم يعني ايه Cultural Awareness اسرع من الـ ليه بقى Cultural Awareness ديت ان انت مثلا لما بتكون عايش في مجتمع معين بيبقى ليه ثقافة معينة عادات معينة فاوريدي لو انت عايش في مجتمع وكل اللي حواليك في نفس المجتمع فمفيش اختلاف في الثقافات تمام لكن لما تبدأ تشتغل مع مالتي ناشنالز هتبدأ تكتشف حاجة غريبة جدا ان فيه اختلاف في الثقافات هتكتشف اللي انت في وقت معين بتضرب ابنك عشان ما يعملش حاجة معينة فيه واحد تاني في ثقافة تانية لو ابنه ومعملش كده هيدربه فإذا ايه ده ده فيه فكري مختلف ده فيه ناس عندها طيب انا مالي بالكلام ده لا انت لو انت مدير ولو انت قائد لازم تحترم هذه الثقافات ولازم تعرفها لازم تعرفها كويس جدا فعشان كده اللي في مركز قيادة يا جماعة لازم يكون فاهم الكلام ده كله فاهم اني اني مفيش حاجة اسمها لازم تحترم الاديان انا مسلم انا مسيحي انا بوزي احترمه انا مليش دعوة به هو كل واحد بيعبد اللي هو عايزه بس في الاخر انا بحترمه كثقافة كإدارة تمام تمام دي الواحد مثلا عايش في دولة بتقدر النساء عايش في دولة يعني كل الكلام ده لازم يطلع من دماء انه انا بقى اشتغل ب ان انا بتعامل مع كل الناس بالثقافات المختلفة بفهم فكرهم بيتحرك ازاي باحترم عاداته باحترم تقاريده باحترم عيده لو عنده عيد كل الكلام ده مهم جدا وبيفرق جدا في المديرين وبعضهم بس بالذات في الناس اللي شغالة في معجنسيات مختلفة بصراحة ده هيبان قوي مشكلة الكاليشر اويرنس طيب النقطة رقم خمسة اللي هي بينج ان اوبتماست بينج ان اوبتماست ديت عبارة عن ايه دي بصراحة ظهرت في الفترة الاخيرة يعني ما كانتش زمان واضحة او لناس كتيرة بدأت تظهر في علم الادارة وبدأت تبان قوتها يعني عايز اقولك ان النقطة رقم خمسة ديتا دايما بقول الناس في الكورسات عن ان بينج ان اوبتماست ديت دي خلتني انا شخصيا انجح مشروع كان متضمر يعني مشروع ده كان في وضع سيء جدا 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 نتغير عليه حوالي خمس خمسة project managers و لما روحت المشروع ده المشروع ده نجح بس بس بالنقطة رقم خمسة طب ايه النقطة رقم خمسة الغريبة دي يعني ايه being an optimist being an optimist ان انت تكون عندك تفاؤل تفاؤل يعني ايه تفاؤل مش انت فيه ناس كده يقولك يا عم الشركة بتاعت بي اسوأ شركة في العالم المشروع ده عمره ما هيخلص ده مشروع مش عارف من اي بستينيلة الدنيا دي مش عارف ايه ده الوضع مش عارف ايه الناس دي دي ناس pessimist متشأمة فيش مشكلة في ناس متشأمة دي مش مشكلتنا لكن انت لو انت قائد لا معلش بقى معلش الvalue هنا ان انت تبقى بس optimist انسى البيسمist دي من دماغك لازم تبقى متفائل دايما تتكلم بيجابيا عن مكانك اللي انت قائد فيه ده مهمة جدا والله يا جماعة انت اول محد يبقى في منصب ايه داري ويبدأ يشتكي او يبدأ يقول الكلام اللي هو pessimist ده تعرف على طول على طول ان هو فاشل من جوال ما اقولوهش بس هو على طول انت فاشل الناس النكحة دايما هتلاحس بقى انت بقى مش عارف ادي امثلها بقى اسماء وكلام من ده بس انت بص حتى في الاوساط اللي حواليك شوف مين دايما بيقاتل على المكاؤي على الحاجة اللي بيعملها نادي مثلا مدير نادي يتلاقيه يقاتل جدا على اوه يقولك يا عام الراجل لا ايه هو ده فعلا النجاح في القيادة فعلا بيتحرك كده انت رئيس نادي انت رئيس جامعة انت رئيس شركة انت مدير قسم انت 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 لازم تتكلم عن القسم التاعك دي على الحاجات التحت ادارتك دي دايما قدام الناس طريقة ايجابية جدا ولادك ولادك لازم تبقى دايما ايجابة دول احسن لازم لازم يا جماعة وإلا تبقى عندك مشكلة في القيادة ويبقى عندك مشكلة في الارادة ويبقى عندك مشكلة في الفاليو انا كده مش هقدر اديك الفاليو اللي انت طيب كنت بكلمكو على ازاي الكلام ده انا نجحت بيه مشروع كان فيه مشروع المشروع ده كان في قطر والمشروع ده كان متأخر سنين وكان عنده مشاكل كتيرة جدا. فالمشروع كان في حالة سيئة جدا. فلما روحت المشروع. الإدارة قالت طيب وليد روح بص على المشروع الأول. وشوف المشروع قبل ما نبدأ نقول يعني نبدأ عشان نمشي خمس قدرين قبل كده. والوضع سيئ جدا. نحنش عايزين يعني نتلقوا ما أنا فعلا عايزة عامل كده. فروحت لقيت إسابة الرئيس الحقيقة وفي الوقت اللي أنا روحت فيه يعني كان السبب من ضمن الأسباب الرئيسية طبعا. إن الناس كانت محبطة جدا. وسيئة جدا. وكل ما تكلم حد المشروع ده خلاص داع. المشروع ده عمره ما يخلص. فروحت الإدارة. طب يا جماعة أنا أقدر إن شاء الله أرجح لكم المشروع ده. بس هطلب منكم طلب كإدارة يعني كإدارة عليا يعني. قالوا لي اي اي اتفضل. احنا مستعدين لأي حاجة المهم مشروع ده اي طيب. قلت لهم أنا. حاجز بقسبة بيضة كده عن الناس. طبعا فيش حاجز بقسبة بيضة بس يعني مجازا يعني. قلت لهم أنا أقول للناس كده حاجة. وعايزكوا تدعموني فيها لأن الحاجة دي مش حقيقية. قلت لهم قالوا لي هتقول لهم ايه? قلت لهم يعني أنا هقول للناس. إن أنا عندي تكنيكس معينة أو عندي حاجة معينة. الحاجة ديت ما تعملتش في المشروع. وانا إن شاء الله لما عملها كل المشاكل دي هتتحل. بس فعليا أنا مكنش في دماغي حاجة معينة التعامل يعني. تمام? بس أنا عايتكوا تعملوا لي التعاملوا لي التعامل الكلام ده. هقولوا يا عم اعمل اللي انت عايز بما حاجة المشروع يتزبط يعني. فروح تعملت اجتماع للناس. عرفتهم بنفسي. ان انا هبدأ قليد المشروع. قلت لهم يا جماعة عملت لهم كده وحطط لهم شوية حاجات كده. ان يا جماعة بالحاجات اللي انا هحططت. اي كلام يعني. ان شاء الله المشروع ده خلاص يعني بيسوف كيك خلاص. هيخلص وهنعمله. تخيل بس البرزنتيشن دي. كلام اللي هو مش يعني اعتبر مش حقيقاوي. فعلا خلى الناس متفقلة جدا. وفعلا بعدها باسبوعين ثلاثة الادارة جات لقيت لانت عملت ايه. بتقولوا بالله ما عملت اي حاجة. ولا لسه ما عملتش قالص اي حاجة. للدنيا ظهرت خالص. بتقولوا ما ايه. عشان هي بس حتة ان انت تبقى اوبتيمست. فتكر انت ليدر. يعني اوبتيمست. معلش الظروف. ما كلنا بن. لا انا دايما اوبتيمست. انا دايما قائد. عارف هطلع المركب الغرقاني دي ازاي. دايما عارف المشروع المتاخر ده. هعمله ازاي. وهكذا. طبعا عايزة شوية ثقة بالنفس. وعايزة شوية يعني. طبعا يعني. يعني. مش سهلة. بس لازم تكون حاططها عندك في الاعتبار. طيب. خدنا في وقت شوية زيادا. نخش على النقطة اللي بعدية. النقطة رقم ستة. اللي هي الكريدرابيليتي. طبعا محدش بقدر ينكر. بس انا حططتها رقم ستة. عشان دايما الناس حطها رقم واحد يا جماعة. ان انا ابقى راجل مش عارف خارج جامعة القاهرة. ولا خارج مش عارف جامعة اوكسفورد. ولا مش عارف معي بي ام بي. ولا جميل الحاجات دي مهمة طبعا. وحطتها. بس حططتها رقم ستة. كل ده جميل يا جماعة. بس مش هو. انا يعني. انا راجل كراجل مثلا بتاع بيزنس. ما يهمنيش اللي انا اللي انا مشغل موظف عنده اعلى شهادات في العالم. انا مش رايح اتفاشخر بي في الشارع يعني. لكن يهمني جدا الراجل اللي يقدر يحلل المشاكل. يخلص للشغل. اللي يبقى عنده قليات للتنفيذ. عنده افقار للتطوير. هو ده اللي يهمني. لكن طبعا تاني ما يمنعش ان انت يبقى عندك. طبعا. ما هي دي اللي بتوصلك للكلام ده او هي دي الاساس. طبعا مهمة. آآ للفاليو بتاعتك. طيب النقطة رقم سابعة. اللي برضو بيتغفل عنها ناس كتيرا جدا. ليه بيسموها ايه? ده مستلح كده بيسموه الديجيتيلي سيفي. الديجيتيلي سيفي اللي انت تبقى معاصر للي بيحصل. معاصر للي بيحصل. ما تبقاش بعيد عن اللي بيحصل. تقولش مثلا اتخركت سنة مثلا تمانين. ومن ساعة ما تتخركت شغال في شركة مش حاسس باللي بيحصل حواليك. مش حاسس بتطور العلم اللي حواليك. تطور التكنولوجي اللي بتطور في البزنس بتاعك. فممكن انا فعلا بشوف ناس آآ دفعات قديمة. تقول لهم حاجة بتحس ان ايه ده بيبار ايه ده. فيه حاجة بتعمل كده. يا نها ربي ده. وانت لسه قاعد في الزمن بتاع ان احنا كنا نرسل لسه بنرسل اللوحة بادينا مثلا. لا طبعا. لازم تكون معاصر للي بيحصل. وده مش يحصل الا لو انت بتحضر بقى مؤتمرات. وبتحضر انا اعرف والله الناس بتسافر. يعني عن نفسي بسافر احيانا لدول تانية عشان تحضر بس كونفرنس في مجال الكونشركشن. في مجال المانجمنت. في مجال يعني ان شاء الله بورتكن انا بشاركو بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في المؤتمرات ديت وفي المعارض ديت. مهم جدا موضوع ديتش تسابه وده بيقوي الفاليو بتاعك. النقطة رقم 8 اللي هي knowledge of other frameworks. دلوقتي انت ما بيكون عندك علم في مجال معين. ده كراجل تكنيكل. كراجل تكنيكل انا راجل بتاع ديزاين وبشغال ديزاين خلاص. لكن كمدير لا يا جماعة. المدير لازم يكون عنده فكرة عن الother knowledge. والother knowledge أو الother frameworks. يعني فاهم يعني ايه agile. فاهم يعني ايه program management. اه ممكن ما يكونش متخصص في الحاجات دي بس فاهم. يعني انا باعد مع انا بكلم طبعا عن شغل الادارة وشغل المانجمنت. يعني لازم يكون فاهم يعني ايه agile management. يعني يعني ايه lean construction. يعني ايه program management. يعني ايه portfolio management. ان شاء الله حاول اديكم شوية تعريفات شرح للتعريفات دي ان شاء الله. طبعا دول التمن نقطة المهمة جدا للvalue. ويجي بعديهم بقى شوية حاجات تانية كده ممكن تقرأ عنها زي التيم بلدنج. احاول اتكلم عنها. الموتيفيشن. الانفلونس. النيجوشيشن سكلز مهمة جدا في بعض المراكز الادارية. النيجوشيشن سكلز دي value كبيرة جد. value كبيرة جد. يعني ممكن يكون عندي حد في التيم تقلو دهب. يعني ايه تقلو دهب. انا بقى عندي مثلا بالتفاوت في حاجة مثلا. ونفسنا بزاد في موضوع الكليمز وموضوع المشاريع طبعا الكبيرة عشان اقول ارقام كده. يعني ارقام دي حقيقية بس مشاريع ضخمة يعني. مشاريع بمليارات. فيروح الشخص ده يعمل نيجوشيشن. احنا كنا مثلا عايزين ناخد كليم باثنين مليون مثلا. اتنين مليون دولار. يروح الراجل ده يجيب لنا ثلاثة مليون. بكل سهولة. تخيل وتخيل راحت راح بشوية كلام وشوية نيجوشيشن سكلز. بيدخل الشركة. الشركات طبعا يتكلم على مشاريع ضخمة تانية. يتكلم على السواء اشخاص يعني. يروح يجيب للشركة. يدخل للشركة مليون دولار. وده كلام حصل فعلا. ففعلا النيجوشيشن سكلز دي مهارة مهمة جدا. فتخيل الراجل ده الواليو بتاعته ايه. تخيل الراجل ده لما يطلب كام في الشهر ممكن اتديره. فاذا خلي بالك من حتة يعني ايه فاليو. التراست بيودين. ان احنا نبني الثقة في الاجواء اللي احنا بنشتغل فيها. لما بيحصل اختلافات ما بين الناس ازاي بتحل المشاكل دي بطرق علمية وطرق مصبوطة. والكوتشينج سكلز ان انت تبقى راجل قائد بتعرف تاخد الناس اللي تحتك. وتبدأ تطلحهم. وتبدأ توصلهم يبقوا زيك في يوم الايام. مهمة جدا الكوتشينج سكلز دي يا جماعة. الكوتشينج سكلز دي. الاسف في العالم العربي عندنا مشكلة كبيرة. في كتير من المديرين. نقول لك ايه يا عم اعلمهم ايه. اعلموا عشان ياخد مكاني بكرة. اعلموا الكلام ده كارثي. كارثي. في بعض العلماء رأبوا طيور الوز المهاجر. اللي هو اللي بتشوفه تاكده طاير في السماء في اسراب. الوز المهاجر ده بيبقى طاير كده في مسلس. فلما تبص عليه كده. لو انت مش يعني مش متخصة. ومش مركز او مش. فتبقى شايف قائد ووراء الوز اللي وراه كله طاير وراه. فتبقى انت شايف ان ايه ده. الوزة الاولية دي هي القائد والباقي ده كله الاتباع. الحقيقة العلماء اللي رأبوا الوز المهاجر ده اكتشفوا حاجة غريبة جدا. اكتشفوا ان كل المجموعة بتاعت الوز كله مقادة. ايه ده ازاي? قالك ان الوزة اللي هي في المقدمة ديت اللي هي ليدر دي ما تقدرش تبقى ليدر طول الوقت. تقدرش ضغط الهواء وجودها في المقدمة. يعني شوية اسباب كده تقنية ما تقدرش. فبالتالي بيقولك الوزة دي تبدأ تأهل الوزة اللي وراها. تبقى بعد شوية تقل الوزة اللي وراها دي دخلت وهي رجعت مكانها. وهكذا تلاقي الوزة كله فتلاقي الناس كلها يعني وصلت وعملوا رحلات فعلا طويلة جدا. لما تتعجب الوزة ده بيسافر رحلات طياران قد ايه? تتعجب من قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا ان احنا لازم كل جيل يسلم اللي بعده. يعني دي امانة عند كل واحد. ان كل واحد بيبدأ يسلم الجيل اللي بعده ومسا ما يسلموش العلم. انا اقولكو برضو حاجة برضو عشان نقفل موضوع الواليو ده جماعة. الواليو لما بتيجي تحطها على الميزان بيبقى بصراحة فيها شقين مهمين جدا. فيها جزء اللي احنا نتكلم فيه اللي هو الجزء شوية التقني. وفيها جزء حاجة بنتميها الاثيكس. الاخلاقيات. اخلاقيات العمل. فدي على فكرة من الحاجات اللي انت لازم تورسها. والاسب دي برضو لما اهملناها طلع جيل شوية عنده شوية مشاكل. يعني يمكن بعضوكو سمع عن المشكلة الاخيرة في معهد البي ام اي ان معهد البي ام اي اللي هو معهد دارة المشاريع في امريكا بيعمل امتحانات. والفترة الاخيرة بسبب الكورونا فيروس. بدأ يعمل الانتحانات دي اونلاين. طبعا احنا بعض الزات الاسف جات من العالم العربي يعني ان احد الاشخاص بدأ يصور الامتحان بشكل معين ويخلي حد صديقه يعني تخبه ويتعرفت الكلام ده فافلوا الانلاين فيتشار عن الشرق الاوسط وبعض الضوات. فاذا الاخلاقات مهمة جدا. الناس يا لازم تورس موضوع الاخلاقيات التعامل اللي هي الاثكس. الاثكس مهمة جدا يا جماعة. تخيل كده هتديك مثال جميل اول على موضوع الاثكس ده وازاي هو فعلا فاليو كبيرة جدا. تخيل انا معين عندي مثلا لو مثلا يعني معين عندي واحد استشاري عنده مهارات قيادية وعنده علم وعنده خبرات وعنده اعود عد للصبح الراجل ده عنده ايه? عنده كل اللي انت تتخيل. حلوة والراجل ده راح خد رشوة. تخيل ايه لا يحصل. كل اللي انت موجود عند الشخص ده وعينته بسببه رمي في الزبالة. طالما خد رشوة مش هستخدم العلم مش هستخدم الخبرة مش هستخدم القيادة مش هستخدم البروبر انسبكشن مش هستخدم مش هستخدم. وبالتالي تضمر كل الكلام ده. فاوع اوع تعين حد من غير ما تحط الاثكس بتاعته في الميزان معاك وانت بتعينه. او انت بتشغله. فاليو كبيرة جدا زي ما وردتك هو مثال حقيقي. خلاص خد رشوة خلص. كل الكلام ده رمي في الزبالة. تمام? فاذا لازم يكون فيه الاخلاقيات ولازم انت تعمل لها كوتشنج لما تكون مدير للجيل اللي بعد. طيب. نبدأ بقنا نتكلم فيه الصميم بقى المنهج نفسه او المنهجية او العلم اللي احنا جينا نتكلم عنه. اعتقد طبعا اللي فاد يا جماعة كان مهم جدا يعني بصراحة ولو انت ما سمعتوش حاولت تبقى تجيب تقريبا هما هيعملوا ريكوردينج للمحاضرة. فايريت تسمعو. فايريت تقولوا للناس اللي حواليك لانه فعلا مهم جدا. طيب. تعالوا بقى نتكلم على المنهج بتاعنا. العلم بتاعنا اللي انا هركز فيه في الاربع محاضرات ده هو علم ادارة المشروعات اللي هو البروجيكت مانجمينت. البروجيكت مانجمينت علم. العلم ده بيختص بادارة المشاريع. فتعا نبدأ بيعني ايه مشروع. عشان نبقى بنتكلم the same language. تكلم نفس اللغة. انا ممكن اكون بعمل حاجات كتير جدا وباديرها. انا بادير سوبر ماركت. انا بادير مستشفى. انا بادير مصنع. انا بادير فهو انا كده ببروجيكت مانجر. الاجابة لا. الاجابة لا. طب هتفرف ايه انا بادير ايه. ما انا بادير وحاجة. لا. مهمة او تعرف يا جماعة ان انت. على حسب هتدير ايه. بص بقى. على حسب هتدير ايه. على حسب هتتعلم ادارة ايه. تاني. على حسب هتدير ايه. يعني انا لو بادير مصنع. انا محتاجة اتعلم حاجة اسمها الابريشن مانجمينت. الابريشن مانجمينت. لو انا بادير مشروع يبقى لازم اتعلم بروجيكت مانجمينت. لو انا بادير مجموعة من المشاريع يبقى لازم اتعلم program management هو مجموعة مشاريع مرتبطة مع بعضها عشان تقدر تديرها وتتمنج الريسورس بتاعتها مع بعضها. لو انت بتدير منظومة فيها استراتيجية الاستراتيجية دي هيتخلق منها مشاريع ويتخلق منها programs ويتخلق منها شوية حاجات مع بعض فدي بنسميها portfolio management الportfolio management فإحنا عندنا كده project management program management portfolio management فالثلاث حاجات دول محتاجين ثلاث أنواع مختلفة من شكل الإدارة شكل القيادة بتاعتهم غير طبعا كمان operation management طيب فنا النهاردة احنا في الكورس هنركز على project management طب ايه هو project اي حاجة بتكون بتعملها لها ثلاث صفات اتحققوا فيها ممكن تسميها project طبعا في نقطة مهمة جدا دايما لما بنيجي نشرح حلمه معين يا جماعة دايما بيبقى بذات العلوم الكبيرة دي دايما بيبقى لينا مرجعية لأن احيانا انت ممكن تكون بتسمع محاضرة معينة وتسمع تعريف معين او تسمع معلومة معينة وبعدين تروح تحضر محاضرة تانية عند مثلا احد الفضلاء التانيين يقول لك معلومة يقول لك التعريف بتعلمون في شكل مختلف فتقول ده فيه واحد غلطان او ده غلط وده صح لا الفكرة مش غلط وصح اوي اهم حاجة تعرف هو المرجعية اللي بيرجع لها الشخص اللي بيديك المحاضرة او بيديك العلم ده فانا مجموعة المحاضرات ديات جاية من مرجعية البروجيكت مانجمينت من الكتاب الشهير بتاعهم اللي اسمه البيمبوك جايد البيمبوك جايد البروجيكت مانجمينت بادي أوف نوليج لأن في منهجيات كتيرة موجودة في المارك في مرجعات كتيرة في حاجة اسمها البرينس تو اللي البروجيكت ان كنترول دي برضو منهجية تانية موجودة في مجموعة منهجيات في منهجية بتعتمد على التمبلت والفورمز اسمها الميثود وانتو ثري ففي منهجيات كتيرة موجودة ممكن نرجع لها لكن انا بالنسبة للمجموعة المحاضرات دي واخد المرجعية بتاعتي من البيمبوك جايد بروجيكت مانجمينت بادي أوف فالبيمبوك جايد في اصداره الاخير اتكلم على البروجيكت وحطت ثلاث صفات اللي هشرحولك دوقتي وحطت كمان صفاتين برضو هشرحهم معاك عشان نقول ان ده بروجيكت اول صفة حطها البيمبوك جايد قالك المشروع is a temporary temporary يعني ايه يعني لي بداء ونهاية ودي حاجة بديهية وسهلة المشروع لازم يكون يونيك لازم يكون في انفراد لازم يكون في حاجة مختلفة مكونش بتعمل حاجة متكررة مش قاعد بتصنع مثلا شامبوك كل يوم بتطلع لا ده كده operation لا انا بعمل حاجة بعمل كل مرة فيلا جديدة بعمل عمارة بشكل مختلف بتحديات مختلفة فبتطلع منتج او services فيها يونيكنس وثالت حاجة ثالت صفة المشروع progressively elaborated يعني المشروع بيكبر زي الطفلك بيكبر مع الزمن المشروع ما بتولدش كبير بتولد صغير بفكرة والفكرة دي بتبدأ تتطور لغاية ما توصل للproduct أو service النهائية اللي انت بتقدمها لالclient بتاعك فات ما تيجي مثلا تفكر في game بس عايز تخترع game لعبة اللعبة دي تقول انا عايز في خلال سنة اكون خلصت الgame دي ونزلت على mobile applications يبقى انت كده يعني temporary game دي اكيد مش copy best لأي game تانية فإذا هي unique product الجيم دي مش في دماغي كل حاجة دلوقت انها اقعد مع الوقت اطور الفكرة وطور يبقى هي progressively elaborated تمام فيه كمان صفاتين مهمين جدا زودهم البنبو جايد لو تلك الصفات اللي ممكن تبقى موجودة في المشروع قالك ان project drive the change project drive the change يعني ايه project drive the change عارف كده لما يقول في مصر قبل الموضوع حمادة وبعض الموضوع حمادة تاني خالص هي نفس الفكرة كده فال project drive the change يعني المشروع مفروض مفروض لو انا شركة ما عندهاش المشروع ده والمشروع ده دخل بعض المشروع يحصل تغيرات تغيرات في ايه تغيرات في حاجة بيسموها tangible elements والintangible elements تغيرات ملموسة وتغيرات محسوسة او تغيرات غير ملموسة التاني زي ايه زي المنطر زي التوكهولدر ايكوتي زي اليتلتي زي 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 الماركت شير الشركة نفسها قيمتها بتزيد الشركة نفسها بيبقى عندها انا مثلا ممكن اكون ما عنديش مثلا الريفت في الشركة بتاعتي فانما ييجي مشروع اقول ايه ده طب ما انا اشتري الريفت عشان اشتغل بالمشروع لان المشروع ده مطلوب مني ان انا سلم الوحيد بالريفت فلما اشتريت الريفت بقى عندك في الشركة موجود فاذا المشروع فعلا بدأ يخلي الشركة تطور خلي الشركة يبقى فيها اكتر وفيه بقى تغيرات محسوسة بس مش ملموسة زي زي الجودويل الجودويل ده زي السمعة يعني انت بعد المشروع يزود سمعتك في الماركت يزود 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 مشاريع دمرتها يعني المشروع خلي الشركة اتحركت من لفل لفل تاني خالص سبب مشاريع فاذا الجودويل ده مهم جدا العلامة تجارية بتاعتك ممكن مشروع يقويها جدا يعني ممكن فيه شركات مثلا الشركة عملت ملابس مجرد ان مثلا نقول شركة ملابس وكانت شركة عادية محل ملابس عادية مجرد بس ان هو عمل ملابس نقلت الشركة مكان ثاني خالص فخلت الشركة بقليها اسم مختلف تماما في الماركت بسبب البروجيكت اللي هما دخلوه على الشركة فمهم اوي تعرف ان المشروع بيدرايف ذات شينج تمام الحاجة الاخيرة بيقول لك البروجيكت بيزنس فاليو كرياشن البروجيكت كمان بيبدأ يخلي الدنيا زي ما احنا شرحنا كده يخلي فيه بتحصل في المؤسسة وعلى مستوى الاشخاص الاشخاص بتتدرب اكثر طيب الراجل بقى اللي هيدير البروجيكت هو مطلوب منه ايه وهو ده اللي احنا عايتين نشوفه مع بعض طيب هبدأ الاول اتكلم عن لو انا مانجر سواء بقى مانجر لأي حاجة هنا بقى انا بتكلم وده على فكرة اللي انا هشرحه دلوقتي ده مش موجود غالبا كده على بعض في اي كتاب يعني يعني انا هشرحه دلوقتي ده مش من البيمبوك انا هتكلم على اي ان كان المانجر تفهم بس عقلية المانجر بتتحرك بتتحرك ازاي ويه المسؤوليات بتاعته وبعدين بعد ان شاء الله في اخر الكورس او في نصر الكورس نبدأ نتكلم على المسؤوليات بتاعته فهي تاني يا جماعة دلوقتي هتكلم على المانجر اي ان كان بقى يعني بتكلم على دماغ متركبة ازاي تمام هل المانجر هو الراجل اللي كان شاطر في شغله وشركة تبدأ شاطر او وخليه المانجر ويبقى هو كده يكمل زي ما هو بيعمل المانجر هو الشخص اللي هو رئيس العمال اللي هو بيجي الصبح يا جماعة انت جيت الصبح سعى كام هتلاقي اسئلة كتير جدا كل الاسئلة دي اجابتها او الاجابت لانا اجابتها دي اجابت غلط جدا المانجر ده حد عنده مجموعة من المسؤوليات هيتحرك جواها هيتحرك جواها فاكتبهم معي انا اول حاجة عندنا خلوني ابدأ اعمل الويت بورد مشاربا اشترحلكو عليها اول حاجة المانجر محتاجها او هيعملها سوري حاجة ايه حاجة اسمها سيتينج جولز اند اوبجيكتبز سيتينج جولز اند اوبجيكتبز يعني ايه انت كمانجر من غير اهداف معلش انت مش فاهم يعني ايه مانجر يبقى انت اول حاجة لما تكون مدير ودائما بقول الناس ايه انت مدير روح بكرة بقى بعد المحاضرة روح بكرة اول حاجة اعملها طلع وراء وقلم وانس بقى يوقف كده الدنيا بتعملها شوية وابدأ فكر ايه هي الاهداف اللي انا هشتغل عليها ايه الاهداف اللي انا هشتغل عليها يعني ايه الاهداف اللي هشتغل عليها لازم يكون عندك goals عندك objectives عندك aims عندك استراتيجية حطتها كده قدامك بتشتغل عليها انا اريد احقق كزا وعايز اوصل لكزا وعايز اخلص كزا واعز اطور كزا والاستراتيجية دي بتبقى منبافقة من الاستراتيجية العليا بتاعة المؤسسة فالمؤسسة بيبقى لي أهداف استراتيجية بأخذ الأهداف الاستراتيجية تاعت المؤسسة دي عرف أنت كده زي الرجل اللي هو قال لك ناخد البتاع ونعمله وصبع قفتة وهي نفس الفكرة كده على فكرة أنت هتاخذ الاستراتيجيك اوجيكت بتاع الشركة اللي هي الكلام المجاعلس الكبير ده اللي هي بيبقى فيها райفيدي وميشن وستراتيجيك أبجيكتب وكلام من ده وتاخدوا بقى تبدأ تطوعوا على اللي انت بتعمله اللي انت بتعمله في الجزء بتاعك في الإدارة بتاعتك لو انت مدير قسم أو مدير إدارة في المصنع بتاعك لو انت عندك مصنع في الشركة بتاعتك فيه 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 كل ده لازم يا جماعة نصيحة أول حاجة تعملها إن انت تقعد تشتغل على الجولز والأبجيكتب بتاعك في رقم واحد يبقى إيه أول حاجة طبعا لا إحنا لم يمكن نقعد نتكلم كتير قوي أنا مش عايز بس أطول قوي لكن الكلمة جولز والأبجيكتب دي تحتيها يا جماعة كتير قوي وعلمي يعني إيه أبجيكتب يعني إيه الأبجيكتب دي تكون سمارت أبجيكتب تكون سبيسيفيك وتكون أتشيبابل وتكون مجرابل قابلة للقياس وقابلة للتنفيذ يعني إصوات أناليسز يعني فيه حاجات كتير مرتبطة السلام طبعا مش عايز إن الوقت كده هيطول قوي بقية النقط وبعدين يمكن في المناسبات تانية نطور شرح ونخش رقم اتنين رقم اتنين أنا بسميها هسميها إيه R&R يعني إيه الر&R الر&R اللي هي مرتبطة ب rules and responsibilities rules and responsibilities يعني إيه rules and responsibilities يعني إنت عندك أشخاص بتديرها صح؟ الأشخاص دول لازم تكون عارف أنت محتاج كم محتاج أنت محتاج خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية طب لو ماشينا اتنين طب اللي اتنين دول بيعملوا إيه طب الناس الموجودة دي موجودة فين كل كل كلام ده مفيش مدير ينفع إلا فاهم ده رقم اتنين rules and responsibilities فوانت تاني لو انت شغال في أي منصب قيادي أو managerial position روح بكرة بعد ما تحط الobjectives ابدأ حط عندك اعمل organization chart وابدأ تشوف الناس وإيه اللي انت محتاجه وإيه اللي محتاجه والناس دي مفروض بتعمل إيه وحط responsibilities بتاعتهم طبعا الشغل professional عشان تبدأ تبقى مدير ناجح طيب النقطة رقم 3 النقطة رقم 3 في what is the manager should do أي manager مفروض يعمله رقم 3 اللي هي إيه اللي هي set plan مدير يا جماعة يعني حد قاعد يخطط قاعد يخطط يعني حد دايما خد الرؤية بتاعته وبدأ يحطها في هيئة خطط خطط تنفيذية خطط تشغيلية برامج زمنية ميزانيات كل ده اسمه خطط لازم تعملها وكارسة بقى لو انت لسه معتقد في ان الكلام ده ما قالوش لازمة وكلام يمكن طبعا عشان الناس ما بتعملوش بطريقة practically فبدأت ياخد سمعة بعض المجالات دي بدأت تاخد سمعة سيئة لكن يا جماعة اللي فاهم الكلام ده يعني فكر كده الناس اللي طلعت الأمر والناس اللي وصلت مش عارفين والناس الناس دي يعني الكلام ده ماينفعش في العصر بتاعنا ده لسه تقول هو الكلام ده لازمة أو لا لا الكلام ده مهم جدا ويلازمة جدا واللي بيفرق عن كارفور مثلا وحمادة البقال هو الحاجات اللي حنتتكلم عنها دي وخلي بالك برضو في كل مجالات حتى في الهندسة في حمادة البقال وفي كارفور فلازم تكون عارف ازاي الناس بتبني مانيجرز في الشركات صح فلازم يكون في عندي دايما خطط set the plans طيب النقطة رقم أربعة النقطة رقم أربعة اللي هي manage the work to achieve objectives دي مهم قوي انت بقى مدير عشان تبقى مدير ناجح انا لازم اعرف ان ال 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 الهدف من اللي انا بعمله ان انا عندي objectives لازم حققها تمام زي بقى ما لازم تحقق ده هتطلب منك شوية حاجات مهمة جدا جدا هنتكلم عنها برضو ان شاء الله بعدين يعني من ضمنها مثلا ان ازاي تدير الناس قدارة الناس دي حاجة صعبة جدا في حاجة اسمها manage people by objectives تدير الناس بالاهداف بس ادارة الناس بالاهداف ما بتنتجحش مع كل الناس فيه ناس task oriented لازم تعرف ان هما لازم هيداروا بيه ان انت تديرهم task وتبدأ تتابعه لغاية ما يخلص وفيه ناس لو عملت معهم كده انت وهم هيفشلوا لازم تديرهم هدف بعيد وهو هيخلصه هو ده طبيعته وهكذا فدي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عليها ان شاء الله بالتقصيل بعد كده يبقى manage the work to achieve objectives اللي احنا طبعا اتكلمنا عليها فوق اللي هي setting goals and objectives طيب دي نقطة رقم 4 النقطة رقم 4 برضو هدخل معاها انه وانت بتتكلم the work to achieve the objectives هتدخل معاها controls controls تحكم ازاي احنا بنتحكم في كل حاجة بتحصل حوالينا انا عايز بس يا جماعة قبل ما نكمل احنا ان شاء الله المحاضرة هيبقى وقتها ساعة ونص فان شاء الله احنا دلوقتي عدى ساعة فان شاء الله بعد نص ساعة هنخلص عشان برضو اللي عايز يرتب اي حاجة يبقى عارف ان احنا هنخلص انه فان شاء الله وان شاء الله اخر برضو المحاضرة هنعمل تصويت على ان الكورس يبقى قبل الفطار لان انا عندي في اليوكي المواعيد مختلفة عن عن البلاد التانية فان شاء الله نحاول لو انتوا هعمل تصويت هقولوكم معاها كده بعد ما في اخر المحاضرة يبقى قبل الفطار بتاعنا كلنا يعني قبل الفطار عندوكم في مصر وفي الخليج وفي ناس من تركيا وفي ناس في اليوكي فهقولوكم على موعد كده لو نعمل عايز تصويت لو حبيتوه او المجوريتي عيدو ممكن ننقل الموعد لان نعرف ان في عند بعضوكم الوقت متأخر او دلوقتي بزات الناس في الخليج طيب نكمل بان يبقى احنا قلنا وقت الزمان جرشوت دوي بقى بيحط الاهداف رقم واحد تاني حاجة الـ R&Rs بيحط الـ Organization ويحط المسئوليات بتاعت كل حد موجود في المنظومة عشان يبقى عارف كل واحد بيعمل ايه وكل واحد اهميته ايه وكل واحد الريسك بتاعه لو مشي ايه وده مهم جدا في الفطارات اللي زي اللي بيحصل دلوقتي ده بتيجي مثلا تفكر تعمل cost optimization تمشي مين وتخلي مين فهذا يكون عندك risk analysis لكل position عندك في المنظومة النقطة رقم ثلاثة ان انت يبقى عندك خطط واضحة لكل حاجة بتعملها كل حاجة متخطط لها كل حاجة مدروسة والنقطة رقم اربعة manage the work to achieve objectives زي ما اتفقنا ان انت بتدير المنظومة وبتعمل control على الشغل بتاعك اخر نقطة بقى النقطة رقم خامسة اللي هي بقى celebration افتكر ان انا لازم انجز وخلص واقفل الموضوع دايما انجازك وقدراتك على الانجاز بتختم بان انت خلصت الانجاز ده واحتفلت به وقدرت الناس اللي اشتغلوا معاك فيه ووصلنا بالproduct او service تاعتنا للsatisfaction للحوالين فدي النقطة رقم خمسة تمام يبقى هم دول الخمس نقطة اللي انا كنت عايز اتكلم عليهم في what the manager should do طيب نرجع تاني بقى لبرزمتيشن بتاعتنا انا هحاول اجيب السكرين تاني تمام يبقى ده كده what is the manager any manager ده جماعة مش project manager انا شرحته من شوية ده الخمس نقطة دول اي manager انت مدير في اي حاج مدير super market مدير مطعم مدير مستشفى مدير مشروع كله ده بده اتفكر بيه ده كده يسموها الماينسيت الماينسيت بتاعك هو الخمس حاجات ما انا شرحته من شوية لو انت مدير طيب نخش على النقطة اللي بعد كده ده طبعا الكتاب ده لو حد لسه يعني ما اراهوش نصيحة يعني من القلب يعني ده يازم تقرأ كتاب مشهور جدا لكاتب اسمه ستيفن كوفي ستيفن كوفي عمل مجموعة من الكتب ده من اشهرها اسمه ستيفن حابتس فور هايلي افكتف بيبل هيفيدك جدا بالذات لو انت بتشتغل في مراكز قيادية ستيفن كوفي قالك ايه قالك ان الناس اللي هو طبعا عمل الكتاب ده موسوعة الكلام ده الراجل ده قاعد سنيني يحضر في الكتاب ده فكتاب مش مجرد واحد قاعد فقود قاعد على نفسه واعد يكتب رواية يعني ده كتاب متكلف قوي قوي يعني يعني بصراحة نصيحة تاني وموجود بالعربي وموجود بالانجليزي بس حاول تقرأ الكتاب متحاولش تتفرج على الحاجات المختصرة الكتاب ده ده بقولك تتفرج وحاول تقرأ مهم ستيفن كوفي بدأ يدرس الناس اللي هي المشهورة الناس الافكتف الناس اللي هي وبدأ يشوف الناس دي ايه هو البيهيفيرل بتاعها ايه هو سلوكها ايه هي الهابتس بتاعتهم فلاقى سبحان الله انهم كلهم مشترقين في السيفن هابتس دول كلهم بيعملوا او بيفكروا والمينسيت بتاعهم بيتحرك به الشكل اللي هو حطه في الكتاب ده في هيئة سيفن هابتس تمام؟ طبعا انا مش هقدر ده الكتاب ده عايز لوحده خمس كورسات عشان نتشرح انا بس همرب عليهم كده مرة سريعة عشان نقدر نكمل اللي احنا عادي نقوله النهار فاول طبعا نتكلم على ازاي انت تبقى برو اكتب يعني تبقى ازاي سباق ازاي بتفكر في بكرة ازاي بتعمل وكذا اتنوة رقم اتنين قالك ازاي ما تيجي تفكر ازاي تبدأ من الاخر يعني بص دايما كده زاي كده الناس اللي بتلعب مثلا جولف بيبقى الكرة قدامه لكن بصص على الهو البصص على الهدف start with the end in mind بص على الهدف وبعدين ابدأ شوف ازاي هتروح للهدف عشان كده لو تفتكر في السلايد اللي فاتت لما قلت لك what is the manager شو تدوه اول حاجة قلت لك ايه خط الهدف خط الاهداف عشان هتبدأ من الاهداف وتبدأ تتحرك لها بقى يبقى انا عارف انا رايح فين انا مسافر اسكندرية رايح المكان الفلاني عرفت الهدف هبدأ عتصيح تحرك بقى وعرف اشوف الطريق الافضل واكذا رقم تلاتة الاولويات يا جماعة مهمة جدا علم الاولويات put first things first ترتيب الاولويات ده كارثة بيمر بيها كتير قوي من الناس وازاي يعرف النقطة الرقم 4 اللي هي بص الناس اللي وصلوا لها وصلوا لها بتجرد بقى ولا لها نازع ولا ديني ولا ثقافي ولا سيئة فعلا حاجة لازم كنا نفكر فيها بغض النظر على النازع بتاعك اللي هي ال win-win ال win-win يا جماعة لما تقوز تعمل اي حاجة فكر ازاي كلنا نكسب اوعد فكر انا هكسب ازاي من وقالها غلط جدا هكسب ازاي وازاي كسب اللي حوالي ازاي هنجح ونجح اللي حوالي you have to you have to لو انت بالذات منجر اوعى تنسى دي think win-win win-win لان فيه كتابك طريقته زمان يقولك nothing called win-lose يعني اللي فاكر ان هو يقدر يكسب ويخسر الناس ده ده اصلا غلط احنا كلنا بيخسر حتى لو انت ظاهريا بل ان انت عملت win-lose انت فعليا عملت lose-lose وانت مش واخد بالك فاذا يا اما win-win يا اما lose-lose طيب النقطة رقم خمسة seek first to understand then to be understood يعني اسمعي الاول قبل ما تقعد تتكلم يا اما اسمعي بس الاول يعني الاول نحاول الاول نفهم قبل ما نحاول نفهم اللي حوالينا اشتكر دايما الجملة دي انها جملة ذهبية seek first to understand then to be understood الاول معلش الاول اسمع وبعدين نبدأ اسمعي طيب نوت رقم 6 ال-synergize ال-synergize او ال-synergy اللي هي باللغة العربية التقاذر يقذروا بعضكم بعضا فالتقاذر ده ان احنا ما بنشتغلش لوحدنا احنا ما بنعيش لوحدنا احنا كل حاجة فيها جماعات فيها team فالteams ديت لازم تبقى فيها synergize synergize ده بيضخم وبيعظم المنفع فده هو synergize ده لازم يكون فكرك دايما انت بتعمل synergization تمام طيب النقطة الاخيرة بقى sharpen the saw sharpen the saw ان انت زي ما انت عارف عشان ننشر الخشب لازم او نقطع حاجة لازم نسم السكينة نسم المنشار عشان يقدر ينشر معانا صح ترتيبات سن المنشار دي مهمة جدا كنوع من انواع ال habits اللي محتاجة محتاج كل واحد يعرف تمام فانا زي ما قطرتك كده بس يعني لو جيه وقت تاني ان شاء الله ممكن نرتب لها كورس تاني كلم بس على ال 7 habits طيب بسرعة بقى هروح على المنهج بتاعنا احنا قلنا يعني ايه program ال program او البرنامج هو مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها فلما تقرى كلمة program في كتاب management ما تقولش اه برنامج computer ده برنامج ده استعلا او في كتب management البرنامج هو مجموعة من المشاريع المرتبطة ببعضها group of related projects بيضاره مع بعض ده كده فكرة ال program اما البرتفوليو هو عبارة عن ايه عبارة عن centralized management to achieve strategic business goals فلو انت عندك منظومة وفيها مشاريع وفيها برامج يبقى انت محتاج تكون portfolio manager لو عايز تدور تدير المجموعة من المشاريع والبرامج دي لان هما كلهم كلهم خلي بقى لك مكتبت برتفوليو مش يعني مؤسسة بتدير مؤسسة لا انت بتدير strategic business goals اللي في المؤسسة ممكن تمؤسسة ضخمة جدا وبالتالي فيها كذا portfolio فانت بتدير بتدير strategic business goal شوف business goal عايز portfolio manager والbusiness goal ده عشان يتحقق محتاج برامج ومحتاج مشاريع فهو ده فكرة portfolio يعني مثلا لو انا قلتلك ان احنا اتكلم على مستوى وزاري عايزين نطور منظومة التعليم ده حاجة مبهمة شوي فعايز اتحطي لها strategic business goals عشان تبدأ تتحقق طيب الراجل اللي هتطور منظومة التعليم ده هيحتاج مثلا يطور ويعمل برامج ويعمل فدي ممكن تكون عبارة عن مجموعة من ومجموعة من مشاريع فانا عايز الراجل اللي في دماغ وزاري اطور التعليم كله على بعض ده يبقى قاعد متفرغ لإدارة الفكرة دي كلها فده اسمه البرتفوليو ويجيب واحد بقى عشان ما يجي يعمل التطوير اللي هيبدأ التعلم عن بعد ويجيب واحد يدير مش عارف ازاي يطور المهارات السلوكية للطلبة وهكذا فإزا فكرة البرتفوليو هي ازاي تعمل التعليم لتعليم اللي انت بتحطه كمؤسسة طيب الحتة دي او الجراف ده جماعة مهم جدا عايز اشرحه برضو لانه الحاجات مش سهلة تقراها في اي كتاب يعني اللي هي ايه طبعا الجراف ده موجود في البين بوك جايد لإصدار الاخير الجراف ده بيتكلم على حاجة مهمة جدا بيوريك الراجل اللي في المراقز القيادية او الناس اللي في المانجيريال بوزيشنز والشير هولدرز والديريكتورز وتفعر اسمهم ايه بقى في الشركات بيفكروا ازاي واحد يقولك يا عم طبعا ما اللي بيفكروا ازاي لا ما انت في الاخر انت خلي بالك انت لو انت موضوعنا في الكورس ده انت حلقة وصلة خطيرة جدا انت حلقة وصلة ما بين الناس دي وما بين التيم وما بين اللي بيرتبطوا معك بالمشروع فلازم تكون فاهم المنظومة دي بتتحرك ازاي لو مش فاهمها هتقصر شوية على قدراتك الادارية في الشركات تمام طيب اه تعالنا بقى نتكلم معنا بسرعة كده برضو مش هلا قد في وقت كبير بس نتكلم معنا هو حط هنا لو انت شايف عبارة عن الاربع دوائر واحدة مكتوب فيها الستراتيجي واحدة مكتوب فيها البرتفوليو اللي هي الـ Value Decision واحدة مكتوب فيها البروغرام ووحدة مكتوب فيها الـ Operation Business Value Realization فانت بتبدأ بالاستراتيجية الاستراتيجية بتاعتك كي استراتيجية بتتحرك في المؤسسة فهمنا يعني استراتيجية شوية وكنت طبعا نشرحها بعد كده اكتر الاستراتيجية اللي انت حطتها ديت لازم تبدأ تطلع منها حاجة اسمها Value Decisions Value Decisions يعني ايه يعني مثلا انت عندك استراتيجية ان انت توفر رغيف العيش للناس استراتيجية طب حطها كده وبعدين ما توفرها ازاي يعني لا اعايز بقى حط Value Decisions هتبدأ تتاخد الـ Value Decisions ديت هيبدأ يطلع منها الـ Programs and Projects ممكن نعمل مشاريع مثلا نعمل مخابز في المحافظات مخابز تابع مثلا الهيئة او الجهة اللي هتعمل اللي تشتغل على الاستراتيجية ديت فاذا انا بقى عندي استراتيجية وبعدين الاستراتيجية ديت طلعت منها Value Decisions وبعدين Value Decisions ديت هبدأ احط فيها ايه المشاريع والـ Programs اللي انا اعملها وبعدين في الاخر بقى هبدأ ادور المخابز ديت عشان تطلع الـ Business Value Realization ان الناس في الاخر يبقى متوفر عندهم ريف الخبز فمهم قوي تفكر في الطريقة الاستراتيجية ديت يعني مثلا منقول الكورونا فيروس اكيد الدول كلها قعدت وحطت الاستراتيجيات اللي هنبدأ نتعامل بيها مع الكورونا فيروس تمام وبدأ يحط الـ Value Decisions القرارات اللي نبدأ يشتغل بيها ازاي نحد من انتشار المرض فده اكيد هيكون احد الـ Value Decisions احد من انتشار المرض ازاي هنوفر لاعداد الناس المصابين اماكن العلاج اذا Value Decisions تخيل معي طيب نمسك واحد Decisions منهم ونبدأ نخش على الدايرة اللي بعد اللي هي ايه اللي هي ازاي بالناس اللي هتصاب بالفيروس هيبدأ يحط المربع اللي بعد ويبقى هنعمل مثلا مشاريع او ناخد مباني فاضية ونبدأ المباني فاضية دي نحول لها مثلا لمنطقة حجر صحي فيبقى انت كده قاعد تعمل Projects وقاعد تعمل لغاية ما يتحقق فعلا انت بقى عندك اماكن الحجر والناس بتروح فيها وبتتعالج الحمدل لو بتطلع يبقى انت كده نفست الـ Business Value Realization تمام طب ده كده اربع مربعات بص بقى في اسهم في النص كده ايه الاسهم ده تعال نشوف كده بيقولك ايه الـ Decision بيروح يعمل لك Project and Program ويديك Result Delivery الـ Result Delivery هي ممكن تروح تبدأ تطلع لك Decision جديد او Value جديدة تبدأ تضفها على الاستراتيجية بتاعتك فعشان كده فيه هنا سهم راجع وبعدين الـ Business Value Realization بيرجع تاني يحقق لك الاستراتيجية بتاعتك يقولك خلاص الاستراتيجية دي او البند ده في الاستراتيجية خلص ممكن ننقل لبعد تمام فده مهم جدا يا جماعة طيب نيجي نتكلم طبعا النهاردة هو جماعة كل المحاضرة وكلها تعريفات وكلها ترسية مبادئ فمعليش يستحملوها شوية لكن هي مهمة جدا في ترسية المبادئ ديت عشان بعد كده بقى تنطلق تقرأ كتب تحضر محضرات تلاقي نفسك عندك فونديشن قوية قوي تستقبل بها الكلام ده بسهولة يعني زي ما قلنا في الأول طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجة مهمة جدا في إدارة المشاريع يسموها المعوقات البروجيكت هو إيه اللي هيبدأ يمنعني من نجاح إيه اللي يعقني إن أنا ننجح ما ننجح إيه المشكلة ما أنا شايف العلم قدامي هروح أجيبولك إيه المشكلة يعني فلا في معوقات البروجيكت عنده بيتولد بيها للأسف يعني هي مش يعني أنت أي مشروع بيتولد بالمعوقات دي كده بلتقن معا المعوقات دي كانوا زمان بيسموها triple constraints لأنها كانت منحصرة على ثلاث معوقات رئيسية لكن في الإدارة الحديثة لأ يعني هم ما بقتش triple بقت مجموعة كبيرة من الconstrains بدأت الناس تبدأ تفكر فيها كلها مع بعض طيب هي triple constraints أو constraints عملا أول معوق عندي في أي مشروع الزمن أنا لما أجي أعمل أي مشروع ما ينفعش أقول لك إحنا عايزين نعمل كبري ويخلصوا زي ما تخلصوا مئة سنة ميتين بيش حاجة اسمها كده أقول لك لا أنا عايز أعمل project في سنتين الكبري في سنتين عايز أعمل الapplication بتاع الموبايل في ستة شهور عايز أعمل الweb site في سبوع عايز أعمل واكز عايز أبني العمارة بتاعتي في سنة عشان ما ديعقود مع الناس واكز إذن كل كل مشروع ل time constraint بص انت كده متكتف بالوقت والتكتيفة دي معوق يبقى أنت لازم تخلي بالك طيب واحد يقول لك يعني المعوق ده يعمل يعني أيها ما انت رمعتش تخلص في الوقت ممكن المشروع يتسحب منك ممكن المشروع يتطبق عليك غرامات تأخير ممكن المشروع يفشل ممكن يعني لا معوق هيعمل لك مشكلة فلازم تدرس المعوقات كويس عشان تقدر تتعالج تعالجها وتعامل معها بعد ده أول معوق اللي هو إيه الطائم كل سكاجول طيب إيه المعوق التاني أي مشروع لميزانية فيش مشروع يقول لك إيه اعمل اعمل مشروع وإن شاء الله يتكلف خمسين مليار لا طبعا كل مشروع ليه ميزانية ما ينفعش يخرج عنها فإذا أننا متكتف تاني بالتكلفة بتاعة المشروع متكتف تاني بالميزانية بتاعة المشروع فده معوق خطير جدا طب إيه تالت الكواليتي الكواليتي الجودة أنا خلاص ماشي أعمل المشروع وأخلصه في الوقت وبالبادجت بس الجودة زي الزفت مش هينفع المشروع مش هيتقبل المشروع هيتعد تاني الشغل اللي فيه المشروع فإذا الجودة من المعوقات اللي هتقابلك في المشروع طيب قبل ما أكمل بقيت المعوقات هقول لك على قصة مهمة جدا هنعرف منها وناخد بالنا منها يعني يا جماعة دائما نقول إيه العلم levels يعني أنت ممكن تكون عارف المعلومة في level 1 هي نفس المعلومة تعرفها في level 2 وlevel 3 وlevel 4 فكل ما فهمت المعلومة بشكل أدق وشكل أقوى وطقبقتها كل ما ارتفعت بالlevel فأقول لك على المعوقات دي بطريقة جميلة جدا هتخليك توصلك in depth بشكل قوي قوي كان في أحد المحلات اللي بتصلح سيارات في أحد الدول تمام و يعني عندنا هنا في اليوكي أو في أوروبا يعني لما شركة بتعمل إعلان أو تعمل لازم تنفس اللي في الإعلان ده وإلا ممكن تتقفل المكان ده يعني ممكن تعاقب قانونيا يعني فكان فيه ورشة تصليح عربيات الرجل كاتب على اليفطة إيه إحنا في منطقة كذا منطقة اللي هي فيها الوارشة دي إحنا في المنطقة يا جماعة دي إحنا الأسرع إيه ده حلو قوي يعني أنت تودى عربيتك عنده هتبقى تصلح أسرع من أي مكان تاني في المنطقة دي هو بيضمن لك كده يعني وراح رقم اتنين مش بس كده قال لك We are the lowest coast يعني أنت لو تصلح العربية ديت مثلا فيها كبالين مثلا إحنا أرخص ناس هتصلح لك الكبالين بتاعت العربية هذا ممتاز مش بس كده قال لك And we are the highest quality in the area وإحنا أحسن ناتب نطلع جودة في الله ده أنت الراجل ده بيضمن لك بيضمن لك إنه هو خلصتك أسرع واحد وبيضمن لك إنه هو أقل تكلفة ويضمن لك إن الجودة هتطلع زي الفل إيه ده ده أنت هتوديله العربية وإنت مغمض ما هو لو الكلام ده مش مظبوط أو لو اكتشفت إنه ممكن تقفل له المكان فهو يعني ده مغمض وتوديله العربية الله بس عشان الراجل ده زكي جدا كتب تحت كده بخط صغير إيه بيك أونلي تو بيك أونلي تو يعني إختار بس اتنين بص بقى العمق بعمق اللي جاي ده بقى في اللي أنا في الجملة ده بص العمق معناه إيه إنه إنت لو عايز عربيتك تخلص بسرعة وبتكلفة قليلة ما تسألنيش بقى عالجودة يا عم إنه إنت بيك أونلي تو لو عايز عربيتك تخلص بجودة عالية ورخيصة سيبني بقى أخلص جودة عالية وتكلفة وسرعة لا إدفع بقى يبقى ده هيكلفك قد كده فإذن الجملة العميقة للراجل كتبقى بيك أونلي تو بتواريك قد إيه الكونسترينس ديت مرتبطة ببعضها وده التحدي يا جماعة على فكرة يعني لما تسأل أي حد المانجر محترف تقول له إيه التحدي يقول لك هي مشكلة الكونسترينس مع بعضها إنه إنت إزاي تخلص في أقل وقت وبقى أقل تكلفة وبقى أعلى كواليتي ويقول لأ ما فيش حاجة اسمها كده لازم دايماً تيجي على حاجة قصات حاجة تيجي على حاجة قصات حاجة وبالتالي بقى هنا بيجي بقى مهارة البروجيكت مانجر هو هيجي على إيه قصات إيه هي بقى دي من الصح وغلط دي عايزة مهارة عالية جداً عشان تعرف هتيجي إيه على حساب إيه يعني في بعض المشاريع ممكن نيجي على التكلفة لأن مهم جداً عندي الوقت والكواليتي في بعض المشاريع بنيجي على الكواليتي لأنها ما عاجة عندي الوقت والتكلفة مهم جداً في بعض المشاريع وهكذا فإذا التريبل كونسترين دي عايزة حاجة بيسموها البالانس بين كونسترين أو إزاي توازن ما بين الكونسترين بتاعتك في حيث أن هي عاملة زي البالونة البالونة دي لما بتضغطها من حتة هتفرق أعمل حتة تانية ومعرفش تمسكها وترجحها تاني طبعاً بيجي بعد كده مجموعة من الكونسترين التانية زي إيه زي الرسك طبعاً المخاطر اللي ممكن تقابلك في المشروع هتعامل معها ازاي زي الكاستمر ستتسفاكشن عندك مقرف ورقم وما يقبلش الحاجة بسهولة وكل شوية غير طبعاً ده تعمل معها ازاي وهو ده كونسترين ده ممكن يدمرلك اللي انت بتبدأ تشتغل عليها كبروجيكت مانيجر وعايز أقول لكم بصراحة أن فعلاً من ضمن الحاجات اللي بتنجح ببروجيكت مانيجر وفشله هو فهمه وتعامله مع المعوقات أو البروجيكت كونسترين طيب دي آخر حاجة هبدأ أتكلم عنها النهاردة اللي هي لو أنا بأعمل بروجيكت يا جماعة لازم أكون عارف هو ايه الأهداف اللي بيتعامل على أساسها ايه مشروع واحنا ليه نعمل مشاريع ما انت لو مش عارف احنا بنعمل المشاريع ليه مش تتبقى فاهم يعني ايه اوبجيكتف ولو مش فاهم يعني ايه اوبجيكتف يبقى نعيد بقى الجملة الجملة اللي قلتها في الأول وانت ادمرت فكرة المانيجمنت وكلها من أساسها يعني دأ فأنا لازم أكون عارف ان أنا بعمل مشروع لسبب فلازم أعرف السبب ده عشان أقدر اشتغل على الوبجيكتف والوبجيكتفز بتاعت كده واحد يقولك يا عمه معروف انا بعمل مشروع عشان أكسب فلوس في الحقيقة ده أحد الأسباب طبعا بس مش هو ده السبب الرئيسي يا جماعة في أسباب كتير جدا تانية بتخليك تعمل بروجيكت وخلي بالك انت مين يعني انت مش بس مقاول اي حد اي حد بيعمل بروجيكت لازم يفكر الاستراتيجية بتاعته تبقى عاملة ايه او ايه الهدف منها تعال نشوف كده نمر على ال 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 الوبجيكتفز طبعا في ناس رفع قديها جماعة وفي ناس عايزة تتكلم فانحنا زي ما اتفقنا بس انا هنخلص ديت وافتح المجال للنقاج اخر خمس دقايق ل اللي عايز يسأل سؤال او كده طيب بسرعة كده هاجي اتكلم على الاستراتيجية او الاستراتيجيات بسرعة كده احنا عندنا حاجة اسمها ال New Technology لو احنا عندنا تكنولوجي جديدة وانا عايزة اعمل المشروع عشان يواكب ال New Technology ده ده كده نوع من انواع الاستراتيجيات اللي احنا نبدأ نعمل مشاريعها على الاساس في عندك حاجة اسمها ال Competitive ال Competitive Forces في حاجة اسمها لا تسوري انا كده فتحت حاجة مش هي اللي انا خلاص انا ابدأ اتكلم بس عن النقط في عندنا ال Social Needs مثلا يكون عندنا عايزين نعمل حضيقة للناس تتنزه فيها تمام عايزين مثلا نحل مشكلة ال COVID-19 بتنتشر دي عايزين ممكن يكون Legal Requirements اذا عندك شركة بتقابل مشاكل قانونية كتير جدا فتعانو قف فقفة كده ونعمل Project عشان نحل المشاكل او نبقى عندنا System ما خلناش نقع في كوارث قانونية Legal Requirements بنعمل مشروع عشان فيه Customer وطلب مننا ان احنا نعمل المشروع Market Demand بنعمل مشروع عشان السوق يعني خلي بالك انت COVID-19 ده فتح في العالم افكار كتيرة جدا والMarket بقى In Demand الحاجات مكادش موجودة قبل كده كتيرة فاللي مقدرش يفكر في الحاجات دي يا جماعة يبقى غلطان بصراحة انا وحد يفكر في Business يبدأ يبص على النقطة اللي انا بقول عليها باسمها Market Needs الMarket Demand الماركت Demand أو الماركت Needs دي بقى دلوقتي موجودة جدا في ظروف موضوع الكورونا ده وبالتالي الماركت بدأ يفتح ابواب لمجالات كتيرة لسه ما انتشارتش وممكن تبقى فرص استثمارية للناس بشكل قوي جدا ممكن يكون المشروع بتعمل عشان Environmental Needs البيئة احنا عملنا مشاريع بملايين عشان بس نحافظ على البيئة لما كنا شغالين في The Island Gaze فممكن نعمل مشروع مالوش اي قيمة غير بس ان هو بيحافظ على البيئة بيحافظ على ان مثلا نسبة النقص او النيتروجين اللي بتطلع من المصانع تبقى اقل حد لها نسبة الكربون نسبة وهكذا فده برضو سبب من اسباب عمل المشاريع فده كلها بنسميها الاسباب الاستراتيجية اللي من خلالها بنبدأ نقول انا عايز اعمل بروجيكت وبالتالي ابدأ ابني عليها اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية طيب انا هقف عند النقطة دي النهار ده عشان الوقت وهبدأ افتح باب الاسئلة وباب النقاش وباب الوقت بالنسبة للتوقيت انا هبدأ احاول ان شاء الله بالنسبة للموعيد لو عايزين تغيروا المعاد يبقى بدري اي مانع فهنديكم الاقتراحات وباغلبية التصويت ان شاء الله هناخد بها دي اول حاجة دلوقتي بقى هنفتح الباب للاسئلة لو حد عنده اسئلة في خلال بس عشر دقائق جاية نشوف لو حد عنده اي سؤال شكرا جماعة الناس اللي كاتبط علاقات شكرا جدا ان شاء الله كن قدرت اوصل لكو حاجة مفيدة ولو مهندس عمر سمعنا يبدأ بقى يدير الناس جزا اقول لكم الخير باش مهندس دولاتي المهندس الحارس مع حدد اخوات تمام ربنا اكلمك الله يساعدك يا رب شكرا كثير على المحاضرة الجميلة وارح المفبر ان شاء الله ممتازة يعطيك العاف يا رب ربنا اكلمك مهندس بدي اسألك بدي يعني طريقة الحصول على شهادة PMP وإذا كانت شهادة PMP مرفقة بماستر إدارة مشاريع شو المجالات اللي بتزيد يعني لسوق العمل أو يعني بالطريقة هاي تمام بالنسبة للشوق الاولاني زي تحصل على PMP PMP محتاج ثلاث حاجات محتاج ان انت يكون عندك bachelor degree او diplôm في اي مجال اي مجال وتكون عندك خبرة لو انت عندك bachelor degree بكاريليوس محتاجين ثلاث سرين خبرة في الإدارة مش لازم تكون مدير مشروع ممكن تكون شغال في project environment رقم 3 لمدة 3 سنين او اكتر والحاجة التالتة ان انت تكون معاك ب 35 ساعة في إدارة المشروع ان شاء الله انت لعلوكم من الكورس دو تشوف عدد الساعات اللي احنا قضيناها وبقية دي تنفع يعني ممكن نكمل 35 ساعة بكورس كثيرة جدا يعني احنا نقيمها على انها يعني فعلا تعادل زي master degree in project management يعني فهي شهادة قوية جدا لو اتخدت بعمق طبعا لو ما اتخدتش بالطريقة التقليدية اللي الانس بتعمل لو اتخدت بعمق فعلا تعادل master degree in project management بس هي مش master يعني master ده حاجة تانية master ده يعني ممكن تاخد master في جامعة يديك master in project management وممكن تاخد BMP بتبق لها نفس الثقة لو انت خدتها صحيح تمام مهندس شكرا جزيلا عفوان عفوان سالت 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 مهندس 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 الاول شكرا جدا مش مانس على المحضرة دي استفادنا جدا عايسة اتخضراتك في حاجتين انا ده دوقتي طالب لسه ثالثة مدنة تمام اهل انا عشان اخش مجال management لازم اكون اتخرج construction management يعني تخصص construction management ولا civil engineering عمتا وهل لازم عشان اعمال لازم اكون site ام مجال design طبعا طبعا اول حاجة ان انت management انت اي مجال هتشتغل فيه وان شاء الله ممكن ارتبلكو في المحاضرة جاية كده وان سلايد للموضوع ده في جزئين في جزء technical في جزء managerial تمام technical بقى site design كل ده technical managerial انت في الاخر يعني ممكن تبقى managerial position for design تبقى مدير ادارة design ادارة التصميم فمالهاش علاقة انت دايما محتاج management skills دايما محتاجها ان انت في يوم الايام عايز تبقى مش مجرد واحد technical قاعد يعمل نفس الشغلانة لا عايز ادير في يوم الايام قسم ادير ادارة ادير مشروع فلازم عندك الmanagerial skills ديت وال PMP ادارة المشروعات بتديك knowledge وال skills داي طب باشوانس اخر سؤال اعطفاض هو PRMG مفيدة ولا في ناس بتقول بقت local عمتا ولا ماخدهاش يا ايه PRMG الPMRG دي في AUC دبلوما كده اه دبلوما اه دبلوما AUC يعني انا خطاها زمان على بتاعة ال يعني بصباحة مش يعني اشايف ان هي كان فيها الريليت كتير اوي للماركت يعني برضو كلام اكتر انا بحبش دايما زي المترك ده ان شاء الله ما اكملوك وشارح الكورس حيث ان انا بشوحش كلام ناظري ولا كلام كتب ولا كلام علم العلم ده ازاي بنشتغل به في الواقع عشان كده لما نبدأ ان شاء الله في الواقع اللي ابدأ من المرة الجاية بعد المقدمة دي هتلاقي انا بشرح لك عمليا بنعمل احنا بنشتغل ازاي فعليا بالعلم ده فلا انا شايف ان هي يعني يعني ادفع فيها فلوس كتير على الفاضي شوية صراحة هي طبعا علم كويس وكلام من اقصلي لو انت عايز تساسس بحاجة اللي لأتي حاجات ثانية ممكن تديك يعني معلومات وعلم افضل عن الدبلومة بتاع التجارة الأمريكية طيب تمام هو بقى لازم يكون نتخرج من مدني عام انا هندست القاهرة مدني عام لا اي علاق خالص 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 ايامنا 97 القاهرة كنا مفيش ولا خالص ولا لي علاقة بمدني ولا كهرباء ولا ميكانيكا ولا انا بيجي عندي انا بدي مثلا الكورس لمؤسسات صحفية يعني المخرج اللي بيعمل فيلم تسجيل ده بيحتاج project management تخيل بديك حتى بديه في مستشفيات دكاترة بديه للصياضلة فلا هو الموضوع مش موضوع مدني وعمارة وكهرباء لا هو انت اي حد يقدر بالعلم ده فما لايش علاقة بمدني عام اي حد شكرا جدا باش وعف وعف شكرا عليكم وعليكم الله خير على المحضرة الرائعة السؤال بس سريع بالنسبة للهي القصصة تحتشاكل بي ام بي لازم اكون ثلاث سنين خبرة في مجال المانجمينت ولا في مجال عموما اللي انا شغال فيه يعني ايه المجال بس انت شغال فيه لان هو مش مجال المانجمينت بس مجال بتشتغل في منظومة مشاريع يعني ما بتكونش مثلا شغال في محل سوبر ماركت او شغال سواء اكس او بتكلم ترسمين خلوات مجال هندسة لا مش مهم حتى هندسة او غيرها يعني حتى ممكن تشغل في بنك وتبقى ويبقى ثلاث سنين ينفعه انا بتكلم طبيعة الشغل هندسة بتعمل ايه فهم قصي يعني انت شغال في مشاريع وغالبا الهندسة كلها مشاريع كلها فاكيد ينفع يعني طيب دلوقتي عارك قلت ده من ضمن الشروط ايه اللي هيثبت للمقعد الادارة المشاريع ان انا عندي ثلاث سنين خبرة في المجال حلو عشوائي بيبدأ يختار ناس من اللي بتقدم تمام وفي ناس مش هيختار ها يعني في ناس مش هيطلب منهم اي تحقيق لأي حاجة كتابوها هياخد بالحاجات مسلم بتقدم كل يوم وبيعمل لها حاجة اسمها audit بس نسبة كبيرة يعني انت 50% ممكن يجي لك موضوع audit فلو عمل لك موضوع audit انت لازم تبعث له ثلاث حاجات اول حاجة لازم تبعث لها صورة من شهادة الخبرة بتاعتك وتكون منضية من الشخص اللي هو وانت بتكتب اسمه يعني مشاهدات الكورس اللي مجمعها 35 ساعة في مجال ادارة المشروع بس تبعث له الصور للحاجات دي دي الاسبت تمام تمام لذلكم الله خرج وياكم بشهون ساعة دي السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تحيات يا دكتور وليد بصراحة يعني بأسجل اعجابي الشديد بالطريقة المبتكرة الجديدة في القاء البي امي بي انا حضرتك موانس عادل توفيق المؤلين العرب دفعة 85 هندسة اسكندرية اهلا سهلا انا حضرتك كنت يعني اخدت البي امي بي من سنة 98 من اول ما داخل مصر ايام انشاء حاجة اسمها المينة شابتر هنا في مصر تمام بس كانت لسه على البي امبوك بتاع اصدار 96 تمام واخدتها بعد كده مع اصدار 2000 بس بصراحة يعني بدون مجاملة يعني اول مرة بلاقي طريقة الالقاء البركتكل وبسجل يعني ان حضرتك بتديها بطريقة جديدة وكان سؤالي بقى ايه ان كان نفسي الاقي ان حد عمل فورمس يعني المدير المشروع يبقى معاه فورم يطبق العناصر او البي امبوك اريا على ارض الواقع بمستندات او فورمات جداول معينة يقدر ايه يطبق عملي فيها لكي احنا اما دلسنا ايه الحاجات دي نظري اه جينا على مجال التطبيق احنا عندنا طبعا في الشركة في دورة مستندية معينة في حضرتك عمل او شفت حد عمل فورمس للطبيق طبعا احنا عاملين منهجية كاملة بس المنهجية ديت بنعملها يعني بتبقى لتل كسطماس للشركات يعني مش للاشخاص يعني حضرتك لو الشركة مثلا عندك عايزة تعمل منهجية احنا بنقدملك منهجية متكاملة للموضوع بالفورمس بالتمبلتس بالبروسيدور بالبروسيس ان شاء الله وريكم حاجات ان شاء الله المحاضرات الجاية عملية الكلام ده بتعمل يعني يعني متيجي يعني من ايه وهواريك الكمبوننس بتاعتها بامثلة حقيقية يعني لما نيجي نمسك المنهجية بنقول المنهجية عبارة عن بروسس بتشتغل احنا مثلا بنعمل بروسس حاجة اسمها الانسبكشن مثلا بتاعت الكواليتي بنعمل بروسس اسمها السكاجول مثلا يعني فكل بروسس من دول بيبقى عندي لها خمس حاجات هتكلم عنهم باشا انا مش عاصل الوقت خمس حاجات هتكلم عنهم مرة جاية اللي هم يسمون الخمس بيلرز الخمس بيلرز هؤل لازم يكونوا موجودين معايا وانا شغال دول الادوات بتاع دول المنشار والشاكوش بتاعي كبروجيكت مانيجر وانا شغال طبعا تمام فان شاء الله يعني هتديكوا فكرة عنها وان شاء الله شركات عايزة تطبق الكلام ده احنا بنعمل المنظومة دي متكاملة للشركة ده باي ريكوست مش حاجة جينرال يعني لا طبعا الحاجات دي يعني زي ما هشترح لكم برضو المرة الجاية انت يعني مؤاول ولا كل واحد بيبقى لي وشغال في اي بشغال في خرصانات وشغال في فالحاجات دي كلها بتفرق جدا في شكل الفرمز اللي بتطبق بكلام على مين كونتراكتر تمام تمام انا حاول اديكم شوية حاجات كده بس يعني 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 انا هورريكم ازاي الكلام ده بيتعامل ده ونماذج بس فور احاول احاول اديكم شوية حاجات ان شاء الله بإذن الله المرة الجاية ان شاء الله والف شكرا وجزاك الله كل خير شكرا شكرا حضر لكم بشان السعادل بلاتي بشان سحمت بشان سحمت بشان سحمت بشان سحمت بشان سحمت بشان سحمت اهل وسهلا كنت جدت في الكورس من هارضه صارت لين انجينيرين لين كونسح اللفظ اللفظ انا سمعته هنا في اشغال اليومين بس كنا عايز عرف المفهوم بتو هل في امكانية في الكورسات كده الفكرة اللين بدأت في توتا في اليابان وهي كانت بدأت مع الابريشن اقتر ودلوقتي دخلوها في البروجيكس دخلوها كمان في البيزنس كمان عملوا اللين باقتصار شديد جدا هي ازاي تدير المنظومة بشكل رشيق زي الغزالة كده ما بتعرف تبقى عندها امكانية المراوغة وامكانية ده كان فكرة الاجايل او فكرة المراوغة وفكرة الرشاقة كده بيسموها الاجايل وبعدين جات بقى فكرة اللين اللي هي تتردوس الويست اللي بيحصل ان انت وانت بتدير بتدير في ميكرو مانجمين بطريقة معينة بتدير يعني وفي نفس الوقت بتبدأ تعمل حاجة بيسموها ايه بيسموها الريدوس ويست بيس سايكل يعني ايه ريديوس ويست بيس سايكل ان انا بقعد اعمل سايكل زي اتعلم فيها من اخطائي كل شوية بسرعة شديدة جدا وبالتالي اقدر اوصل الاهداف بشكل سريع وقوي هديك مثال سريع لان هو موضوع فعلا مهم والحطة الجاية دي هتنهم الموضوع في ثلاث دقايق يعني بص هديك مثال عملي لو انا جيت لأي حد شغال في البروجيكس تمام وجيت سألته هو انت مشروعك عمل برنامج زمن يقول اه طبعا اتن اقول طيب المشروع بتاعك كم سنة يقول لي ثلاث سنين اقول جميل او يبقى احنا النهاردة 2020 2021 2021 2022 اقول يبقى يوم 15 2022 شوف كده مفروض نبقى هنكون بنعمل في المشروع تعرف يقول اه ايه وعد يروح نطلع البرنامج الزمني من برافيرا ولا ماكس افت برافيرا ولا حتى من اكس سيلا وعاملوا ازاي ويبدأ يقول يوم 15 2022 هنكون بنصب بسقف الدور الخامس في فيلا رقم 8 في الاريا رقم 6 اقول ممتاز انت برافو عليك عايزة بقى اسألك سؤال او يقول ايه اقول ايه نسبة احتمال انت يوم 15 2022 تكون بتعمل اللي انت رسه اللي عليه دلوقت ده مقال ليش 0% براك ده مفهم شي حاجة ولا عمره اشتغل نسبة ستبقى 0% لان انا بعد سنتين ولا سنتين ونص وثلاث سنين في اليوم معين اكيد الدنيا هتكون اتغيرت واكيد اكون بعمل حاجة تانية نائيا يعني احتمال انا بقول ده 0% اذا طب انا لو في حاجة احتمال صفر يبقى انا بهزر يبقى انا بعمل برامج زمنية بنهزر مع بعمل بزنس قال افصل عن طريق 2 weeks look ahead هعمل بس اسبوعين مفصلين والاسبوعين دول لما اجي بقى اقول لك الاسبوع الجاي انت هتعمل ايه وتقول اه هعمل كذا اقول اه نسبة تمال كام تقول 90% فعلا الاسبوع الجاي فعلا النسبة اللي انا مخططله بيتحقق بنسبة 80-90% واجي بقى الاسبوع الجاي اعمل الباقي دطوير للبرنامج بتاعي بناء الاكشوال اللي حصل تلاقي دايما انت بتتحرك ببرنامج زمني very very realistic عشان كده ما بيستخدموش بريمافيرا في فكرة link construction ما بيستخدموش بريمافيرا بيستخدموش حاجة اسمها last planner last planner ده تكنيك تاني خالص و Oracle عامل برنامج صوفتوير اسمه prime للناس اللي معنا بيحضروا اللي نكون construction management اظن يعني وضحتها شوية عبدالما ان شاء الله نتكلم معنا بالتفصيل ان شاء الله بيزدن امتشكل جدا مش مخص عفوا عفوا دلوقتي بشانس مجايد بشانس مجايد بشانس مجايد السلام عليكم عليكم بشانس مجايد الله عطيك العافية بشانس على محاضرة الجميلة الرائعة بشانس مجايد بشانس مجايد بشانس مجايد اللي هو life cycle اه ما احنا ملحقناش لكن هيتكلم عنه ضروري الله يكرم الله يسير انه انا في المستر بتاعي عن life cycle تمام ان شاء الله المرة جاي نتكلم عنه ان شاء الله الله ينزكر بشانس خالد السلام عليكم عليكم السلام عليكم اولا انا بشكرك يا دكتور ريت يعني محاضرة جميلة جدا وانا نفسي استفدت كتير بصراحة يعني وانا كنت عايز اهتمي بالمجال ده اكتر وحاجدك فتحت لي كم تمام الخط اطع تقريبا اه شانس خالد انا بصراحة انا بصراحة الحاجات لحاجدك بصراحة انا فيه حاجات كتيرة او مرس معنا يعني بصراحة يعني المشروع كان كبير وانا احنا كنا مسكينه بس ما كناش بندرو كيدا دلوقتي انا لو عايزة ادوس في المجال ده هل داي خليني ان انا انا سيب الدزايل نفسه وانا اصلا الدزايل انا مجال اللي انا بحيبه هل لو دست فيه هيكتليني ان انا سيب الدزايل ولا ممكن همسك العصائم النص هو المجال المانجبنت زي ما انا قلت لكم شوية ان هو مش هي مش هيوخك عن اي شيء يعني يعني لازم تخش فيه لان انت ان اجلا او عاجلا هتلاقي نفسك عايز تبقى في يوم الايام بتدير حيط بتدير بزنس خاص بتاعك بتدير شركة بتدير فلا طبعا يعني مش هيوخك عن اي شيء يعني انت بتكمل عادي في الدزايل بتاعك والكلام ده انفر لغاية ما تسائل الدنيا بقى توجيهك بالاخر بس تكون مستعد لان انت في يوم الايام ان شاء الله تلاقي نفسك هتدير ان شاء الله مشروع هتدير البروجيكس اللي بيطبق عليها كل العلم بتاع المانيجمنت بس تمام في سؤال او في حد بيطلب محضرات تتكلم عن تحسات الاصدار السابع في المحضرات جاء ان شاء الله وفي سؤال ما يدور مدير المشروع في العقد وما هو العقد تمام بالنسبة للاصدار السابع طبعا ان شاء الله نتكلم فيه بس ده عايز يعني ان شاء الله في وقت المحاضرات المحاضرات بتاعتنا الاربعة محاضرات عايز اركز عشان بس يعني اددتكم المحتوى اللي احنا وعدنا به لكن لا يوجد اي مشكلة خالص يعني مهندس عمر يرتب لنا محاضرات تانية ونتكلم فيها عادي جدا ان شاء الله ده بالنسبة الجزء التاني دور المدير المشروع في اختيار العقد ونوع العقد فيه نقطة مهمة جدا البروجيكت مانيجر على حسب نوع المؤسسة اللي هو شغال فيها بيبقى ليه صلاحيات معينة تمام يعني هي مصحة وغلق يعني هو لو الشركة او حطت البروجيكت في الجيرني بتاعتنا من اولها تمام فهيبدأ يخش في كل المراحل من مرحلة التسعير لمرحلة التيندرينج اللي مرحلة الاوردينج فهيبقى في الاول فلو هو من المراحل ديت اكيد هيبقى ليه دور كبير جدا جدا يعني في الموضوع تمام مع ادارات الشركة المختلفة طبعا لان كل الشركة لها استراتيجية ولها بوليسي ولها حاجات بتحكمها تمام اما البروجيكت مانيجر اتعين في بعد الاورد فخلاص قضية الامر الذي فيه تستفتيان يعني فالراجل هيبدأ المشروع من نقطة الاوردينج من نقطة الكونشركشن مش هيبقى عنده اي كنترول على اي حاجة حصلت في العقد قبل كده في سؤال برضو لمحبسة عن السكريم وال كامبان وهل لهم مسابة البديل عن ال أجايل وال PMP بتحاول تطور جدا وده اللي يحصل في الاصدار السابع عشان تبدأ شوية تدخل الأجايل وتدخل السكريم وتدخل ال new features بس هي الموضوع مش مستقبل بديل ولا حاجة الفكرة الفكرة ان انا شايف اللي لغاية النهارده بصراحة المثلولوجيز دي كلها رس علم ادارة المشروعات بشكل قوي جدا والمنهجية بشكل قوي جدا لكن المنهجية عشان تبدأ تتحرك وتتحط في شكل براكتير زي احنا بنعمل كده عندنا في البروجيكس للشركات دي مش هتنفع تتحط في كتب عشان بس تبقى طحين يعني لحد كبير او لو تتحط في كتب هتبقى عاية تتعمل 20 كتاب عشان تبدأ تحط المنهجية المتخصصة لان انت لو انت خدت منهجية مثلا احنا عاملين منهجية كاملة لأحد الشركات في أحد دول الخليج من A to Z كل حاجة عنده البروجيكس يعني لابن العصفور في المانجمينت ما موجود عنده عايز يعمل كليم عنده خطوات خطوة خطوة هيخش الميدينج هيعمل كل حاجة مكتوبة ومعمولة وتمبلت ستعيتها موجودة فلو انت خدت الكلام ده كاستشاري وجيت طبقاته مش هدينفع لان مش هتمش لو انت من أول تاني جيت خد يعني فالحاجات دي عايزة تبقى يعني فيها نسبة تيلرينج معينة يعني تمام فانت لو انت فهمت الموضوع كويس ممكن انت تبدأ تعمل تيلرينج ده بس او تجيب شركة تعمل وقع شركة يعني شركات تجيب حد يعمل لها الكلام ده مرة واحدة بس وخلاص والدنيا بتبقى سهلة بعد جدا طيب المهندس احمد توسون بسلم عن حبرتك وفي سؤال من المهندسة السراء بيقول انا لسا مقدمها لإدارة المشاياة الهندسية فال في فرق بين إدارة المشاريع والبي وإدارة مشايا Democrat تمام بس نعم تمام اما الفرق ما بين التاني معلله سؤال بتاع هل فرق بين إدارة المشاريع وإدارة المشاريع الهندسية إدارة المشاريع عموما وإدارة المشاريع الهندسية ما احنا زيما اتفقنا إن إدارة المشاريع ك ask هي حاجة حاجة علم واحدة لكن لما تبدأ بقى تدخلها في نوع البيزنس سواء بقى مشاريع هندسية حتى المشاريع الهندسية ما فيه مليون نوعا في المشاريع الهندسية هتبدأ بقى تعمل لها التفصيل يعني احنا بنقول ايه ادارة المشاريع دي زي القماشة انت معاك بقى القماشة هتفصل القماشة ازاي بدلة ولا فستان ولا دي بقى التفصيل بتاعي فلازم تتفصل شوية شوية على الحاجة اللي انا عايز طيب بقى اخر محاسة او بقى اخر سؤال مهندس احمد تصل حبي سلمان حضرتك الله يسلموا بختم بيه ان شاء الله شانس احمد السلام عليكم عليكم السلام مهندس احمد مهندس عمر مهندس وليد حبيبي اهنا سهلا وانت والله يا انا سوحيشني جدا ان سمعت صوتك افتكرت الكرسات والقطر الجميلة يا امنا جميل اخبرك ايه كله تمام اموركو بخير الحمد لله اه عمر سليم حبيبي اخبرك ايه عامليني كله تمام الحمد لله كله تماما جزاك الله خيرا انا بس حبيت اتسلم عليكم اشانا واربنا يكمل مجهودكو على خير باذن الله ان شاء الله وانا بحيكو في مصر ولو في اي حاجة في مصر انا موجود او تحتموه اتواصل خاص بقى ان شاء الله اه طبعا ان شاء الله حبيبي ان شاء الله ربنا بارك فيكم اه تمام احنا عملنا لسيبيان 88% موافقين على المواد الحالي بش عايزينه قبل الفطار اه يبخلاص اه ان شاء الله طب تمام خلاص يبقى احنا كده ان شاء الله هنكمل على المواد الحالي باية المحاضات الجاية ان شاء الله لغاية ما بعد العيد ان شاء الله نبدأ اني رت بقى معايد أفضل من كده بإزن الله الله يكرهكو عشان نسأل بشكرا شكرا 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 فياكم ان شاء الله اهلا احنا كله وحمدك الشددنا ليلة ليلة لانتسفر فاته وليك شكرا عليكم السلام شكرا انا ابع بس الفورم كان حد عايز الفورم بتاع السليبيل ابعته وانشار معا ان شاء الله شكرا 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 شكرا